بالعلم وي العمل ضارين قتل الناس نور للأمل سابق البرنامج الدولي في إعداد وتدريب المدربين برنامج المدرب المعتمد الذي فيه أخوكم أحمد الزبير يتحدث إليكم من اليمن أخواني الكرام في برنامج تدريب المدربين أذكركم أيها الأفاضل والرائعين أن البرنامج هو تدريب للمدربين وإعداد للمدربين وفيه منهجية علمية نأخذها هناك من المنهجيات العديدة التي قد تجدونها في أكثر من مكان لكني أنا من حقيقة مع اطلاعي على أكثر من تقريبا خمسة مدارس في التدريب وجدت أن هذا النموذج النظام سات فيه سلاسة وسهولة وعدم تشعر وتركيز يساعد المدرب في أي وقت على أن يكون متمكنا من مادته مجهزا لديه خارطة واضحة ذهنية لكل برانية هناك من تساعد إخواني بارك الله فيكم أنه ينوي أن يدر التدريب المدربين لديه النية أن يبدأ في تدريب المدربين حقيقة إخواني الكرام هي من باب النصيحة ويعلم الله أنها نصيحة محب لو اطلعتهم على من يكون مدربا المدرب في عمره المدرب الذي يبدأ في السنة الأولى والمدرب الذي يبدأ في السنة الأولى وهكذا هناك المدرب الذي يسمى بالمدرب الطفل وهناك المدرب الذي يسمى بالمدرب المراهق وهناك المدرب الناضج وهناك المدرب الخبير أنا لا أنصح أي أخ كريم بدأ بيتعلم تدريب المدربين أن يبدأ المدربين لا أنصحه حقيقة والسبب لعدة أسبب أولا أخي الكريم لأنه تحتاج أولا إلى خبرة كافية لكي تدرب الآخرين تحتاج لأن تعرف كيف تتعامل مع المتدربين في ألقاع تحتاج أن تمتلع في رصيدك العلمي لأن تكون مدربا ليه حقيقة في هذا في اليمن هناك بعض الشباب الطموحة الرائعة المتفاعل الذي مجرد ما تخرج من الثانوية ثم ارتحق إما بكلية المجتمع الخاصة درس البلوم أو درس الجامعة فإذا به يحضر دورا لتدريب المدربين أخذ شهادة ثم إذا بك تجده وهو يتحدث على أنه ذلك العملاق التدريبي الذي لا يبارى في التدريب فذلك أمير التدريب وذلك ميسر التدريب وذلك عملاق التدريب وذلك خبير التدريب حقيقة هذا الصعود السريع الذي يطمح الشباب إليه ربما يقع وقعة هائلة لماذا يفقد الناس إصداقيتهم كذلك إخواني الترام أنا أتلقى تقريبا في اليوم ما لا يقل عن انتقاد أو انتقادين أو ثلاثة حول مدربية تنمية البشرية هناك من أصبح يتكلم عن مدربية تنمية البشرية كبائعي الذين يبيعون في الشوارع الذين يبيعون في ما يسمى الذين يفرشون في الشوارع ويبيعون أو الذين لديهم أصبح كثير هذه الأيام وأصبح المدرب التنمية البشرية وكأنه الذي يبيع كل الأشياء عنده ففي حقيبته إن أردت دورة مسلية فهي موجودة وإن أدارت دورة تقنية فهي موجودة وإن أدار نعم أصدف مهنة من لا مهنة له المدربين المتجولين كالباع المتجولين وإن أردت دورة في الجانب العشكري فهو موجود وإن أردت دورة في التعليم والتربية فهو موجود وإن أردت دورة في الدعوة فهو موجود وإن أردت دورة حول إعداد رواد الفضاء فهو أيضا موجود وإن أردت أيضا دورة لإعداد مكتشفية الذهب في المنائم فهو أيضا موجود وإذا أردت مدربا للصعود إلى القمر فربما هو موجود هذه الأشياء إخواني الكرام حقيقة تفقد تفقد التدريب معناه تسيء إلى المدرب نفسه قبل أن تسيء إلى بقية المدربين والتخصص هو الذي يولد الاحتراف كما قال أخي محمد صديق حقيقة أنا ذكرت لكم كيف أكون مدربا متميزا في أول محاضرة فركزت على الترفيز ركزوا على ما تدربوه تشتهروا فيه يكونوا موافقا لتخصصاتكم ثم لا بأس بعد أن تمروا بخمس سنوات في عالم التدريب بست سنوات أن تبدأوا في تدريب المدربين وأفضل أن تكون ثمان سنوات حتى تصير إلى مرحلة المدرب الناضي قد اكتسبت من الحياة والله يا إخوة الكرام يعلم الله أني أتعلم في كل يوم معلومة وفي كل يوم أقرأ أشياء جديدة تمنيت لو أني تعلمتها في أول السنوات في التدريب ولكن هذه الحقيقة لا بي أحد هي مع الأيام تأتي مع الأيام تأتينا إخوة الكرام لذلك لا تستعجلوا الذي يصعد الدرجة خطوة السلم خطوة خطوة درجة درجة هو الذي يصل إلى النجاح وهو واثق الخطوة أما ذلك الذي يقفز فربما لو وقع لكانت وقعته مفرة به تسقطه في عالم التدريب ثم لا يستمر فلذلك إخوة الكرام بعضكم قد يحترف التدريب أنا أشجع هذا بعضكم قد يستجلوا في التدريب في جانب عمله فقط فهذا أيضا أتمنى له أن يستمر في عالم التدريب وأن لا يتركه لكن لا تسعجلوا ولا تتعجلوا أن تكونوا مدربي للمدربي انتظروا حتى تتمكنوا في التدريب وتعرفوا عالم التدريب وتعرفوا كيف تتعاملوا مع المتدربيين ومن ثم ستأتيكم بإذن الله انطلاقا رائعة وتنطلقوا بإذن الله انطلاقة تساعدكم على التميز هذه ما أردت أن أنبه لكم ومع ذلك سنظل على تواصل حتى بعد انتهاء الدورة من أراد شيئا وأنا حقيقة لدي من المفاجآت ما أريد أن أكلمكم به نحن في منظرة متطوعون من أجل المستقبل هنا ننوي عمل أو إنشاء شبكة عربية شبكة عربية للمدربي العمل التطوعي نريد أن نكون شبكة عربية للمدربي العمل التطوعي عبر المنظمة هذا المشروع هو مشروع عربي أسأل التنسيق به مع عدة جهات ونحن الآن في إطار الإعداد نعم بإذن الله كل من سيكون في هذه الدورة سيكون مكافأة مني وتحفيز لكم ستكونون بإذن الله من الأوائل في الشبكة هذه الشبكة العربية للمدربي العمل التطوعي بإذن الله سوف يكون لنا عدة فعاليات وبإذن الله حتى بالإمكان أن تقال فعاليات في كل بلد عربي وبإمكان أن يكون هناك فعالية واحدة بالأخير تجمعنا ومن يتفاعل مع هذا البرنامج بإذن الله مهندسات المشترك في برنامج الكورت بإذن الله حقيقة إخوتي الأحبة الكرام هذه من الأشياء التي أقول لهم أنها لم ينتهي تواصلنا بعد هذا البرنامج ولم يكون هناك انتفاة بإذن الله سوف نتبادل الخبرات وحقيقة كلما أنفق الإنسان من علمه كلما زاده الله علما والعلم كلما أنفقت منه زاد هذه من مزايا العلم سبحان الله إخوتي الكرام قبل أن أدخل أيضا حول البرنامج كل من أرسلي لأشكر كل من أرسل إلي جدول تحليل الوظائف اتدام بأخي العمراوي وإنتهاء بأخي محمد صديق الذي اطلعت على الإيميل قبل قليل ووجدت أرسل إلي التحليل وصلت إلي حتى الآن ما يقارب فقط خمسة جداول للتحليل أنا أحاول أن أفتش الإيميل وأفتش الرسائل في فيسبوك حتى أجد من أرسل إلي ومن لن يرسل فبإذن الله إخوتي الكرام من أرسله هناك كان جهد طيب رائع وجدت نماذج أرسلت رائعة وكان من ضمن النماذج الرائعة التي أرسلت إلي الأخت الفاضلة أتذكر اسمها أرسلت إلي تحليل لثلاث وظائف تحليل لثلاث وظائف كان تحليلها رائع جدا أعجبت به ما شاء الله تبقى كانت مبدعة أتذكر اسمها الأخت الأستاذة آمال الأستاذة آمال نعم آمال مراجع اسمها هكذا صحيح الأستاذة آمال عموما أشكرك كان تحليلك رائعا بارك الله فيك تميزتي في التحليل كل الإخوة الأفاضل أيضا الذين شاركوا في التمرين مثلا لدي الأخر من البرنامج علق عندي عموما سأذكر الأخ العمراوي هناك من أرسل لي ولم يكتب أنه الذي قام في التحليل ربما عني قلت لكم أن الذي يكتب التحليل يكتب اسمه ويكتب نوع الإدارة التي تحللها فيها الوظائف هذا كان المطلوب فبعضكم ما كتب اسمه لما حفظت له الملف لم أستطع أن أعرف من الشخص حتى ينبغي إلي أن أعود إلى الإيمين أيضا كان لدي من أرسله ملفا بالوورد الأستاذ آيات عبد الحميد ياسين من مصر أرسلت إلي أيضا ملفا بالPDF جميل بارك الله كان أردوها تحليلها ممتازا أيضا لدي الأخ محمد صديق والأخ العمراوي قد ذكرته سابقا والأخ الرائع ربما لم تكتبوا أسماعكم كان هناك نموذج الذي قام به الأخ العمراوي فربما اشتبقعتم كلكم أنكم لم تكتبوا الأسماء بارك الله فيكم هذه نقطة التقييم كل أيضا هناك من نقطة التي يحب أن أنوهي عليها قبل أن أبدأ أيضا بالنسبة استمارة تقييم مهارات العرض الإلكترونية كان آخر تقييم تلقيته من الأستاذ مزمي العبدالله والدكتور تامر في 28-29 من الشهر الحالي كان هذا آخر من تلقيت منهم الاستمارات وقد قيموا لا عفوا عفوا الأخت آمال الذين قاموا بالتقييم الأخت آمال والأخ خالد العربي وهم قد قاموا بتقييم الأخ متزمل والدكتور تامر هؤلاء الذين تم تقييمهم أنا بإذن الله سأنشر جدولا ربه كملف إكسل أو وأنشره أضع لكم رابطه لتجدوا كل التقييمات منشورة على استمارة واحدة لكل الإخوة كذلك بالنسبة للمشاركين في الدورة لدي كم عدد المسجلين الذين لدي عدد المسجلين سبعين شخص سبعين شخص الذين بعثوا إلي باستمارة التسجيل هذا بالنسبة لي ليس الذين سجلوا لدى الأكاديمية في موقع الأكاديمية الذين سجلوا فقط بالنسبة لمن سجلوا في بيانات المشاركين في دورة تدريب المدربين عندي سبعين شخص كان آخرهم آخي الفاضل المهندس تانر محمود عبدالغني الذي تشرفت بالتعرف عليه وهو من نصر في شركة المقابلون العرب مهندس وأخي الفاضل حماني وهو أيضا تخصص علوم إحصار رياضي مدرس وهو من سوريا من مدينة اللادقية وقبلهم أخي مزمّل ومدرب أكرم الفرجاني هؤلاء آخر الأخوة الذين سجلوا بالنسبة في استمارة بيانات المشاركين أما في استبيان حول سير البرنامج التدريبي شكرا لتفاعلكم أجمعين كانت آخر الأخوات أستاذة هبل عباسي والمهندس فضل والأستاذة آيات عبد الحميد والأستاذة هاجر النجار هؤلاء كانوا آخر الأشخاص الذين في معنا شكرا لكم أجمعين أنا حقيقة أثني على كل من شارك وتفاعل معنا إخوة الأحيان بالنسبة لتحليل اختياج تدريبي سوف أرفع لكم بإذن الله خلال الأيام القادمة ليس قريبا ربما خلال الأيام القادمة حين تجاهزون مشروعكم النهائي كمشروع تخرج من دورة تدريب المدربين ستقومون هذه الواجبات التي قمتم فيها الآن الأنشطة هي للتعليم والتدريب حتى تتلقوا ملاحظات عليها سوف ننشر الملاحظات بشكل عام على الجميع أو نذكرها في المحاضرات أما بالنسبة كمواد سأرفع لكم بعض المراجع بعض الأمور الطيبة بإذن الله أيضا بالنسبة لأخ محمد سعيد أحمد أخي محمد سعيد أحمد من أين أخي محمد سعيد أحمد هل سجلت معنا في مشاركين من مصر ما شاء الله بارك الله أخي الكريم يبدو أن اسمك لم يسجل عندنا بإذن الله قد تسجل هناك روابط مذكورة في مجموعة الفيسبوك باستطاعتك أن تسجل بارك الله فيك أنا أجدك اليوم لأول مرة أهلا وسهلا بك بارك الله فيك أنا سأرفع أنا سأرفع فيديو لكن حقيقة لأخواني الكرام خلال الأسبوع هذا خلال يومين السادقين شغلت كثيرا حاضروا أحيانا في الصباح ومعرفت ثم أأتي أيضا كهرباء خلال الأيام الماضي يوم الأحد الماضي كانت تعرضت لظروف نعم سوف أسجل هذا الشيء وهو من باب أننا حين نبدأ في المرحلة الأخيرة أكون قد رفعته وقد شاهدتموه من باب أن تراجعوا قبل العرض النهائي قبل أن تقوموا بتسجيل العرض النهائي الذي بموجله للإخوة الأفاضل الشباب الذكور الرجال الذين سوف يقيموا وكذلك ربما أعتمد طريقة لتدريب لتقييم النساء ربما أترب من الإخوات الأفاضلات من تساعد في تقييم الأخوات وهذه الآلية سوف نقيمها لأنه لا بد من تقييم بعض الأخوات الذين يريدون الشهادات الدولية من عندهم الذين يريدون الشهادات الدولية الممنوحة من لدينا سوف نتكلم عنها معاه السليق والمند وما هو السليق والمند أخي محمد سعيد؟ هل هي أكلة معينة؟ ومعاه السليق والمندي الأكل اليمني يبدو أنك قلت تقصد بها السلطة أو الحلبة نعم السلطة التي تقصدها نعم إذن يبدو لي أنك زرت اليمن أخيري محمد اسمك على فكرة اسم يمني متداول اسم شهير محمد سيد أحمد هو اسم يمني بامتياز بارك الله فيك تشرفت لمعرفتك وبكل الإخوة الأفاضل اليوم أخوة الأفاضل الكارم سوف أدخل بالنسبة لموضوع اليوم موضوعنا اليوم سوف ندخل في المرحلة الثانية من مراحل التدريب من مراحل النظام سات السيستم أبروتش ترينينج تكلمنا حول التاعة الأولى التي هي التحليل وسوف نتكلم اليوم حول التاعة الثانية التي هي التطوير وبالتالي ندخل في ثاني محور من المحاور في نظام سات في نهاية البرنامج التدريبي سوف يكون بإمكانكم تصميم أهداف التدريب سوف يكون نشارك في نهاية المحاضرة تستطيعون تصميم أهداف التدريب بناء على المعايير المحكة ووفق احتياجات تدريبية المطلوبة قبل تصميم البرنامج التدريبي سوف أتكلموا حول هذا الهدف حين ندخل إلى الموجود تحديد وسائل وأشكال القياس المطلوبة للتأكد من تحقيق الهدف التدريبية المحددة أيضا سوف يكون بإمكانكم بارك الله فيكم من قدر على تصميم برنامج يخاطب الشريحة المستهدفة لدينا اليوم عدد من الأنشطة والتمارين بإذن الله سوف نحاول أن نسير بها سريعا بحيث نختصر الوقت بدون إخلالي بموضوعنا الأساسي وبدون إخلال بالمعنى إخوتي الكرام أذكركم بأننا لدينا أسلوب النظام SAT والتاعات الخمس أو AD بالنسبة للمصطلحات في الإنجليزية سميناها التاعات الخمس وسميناها هنا AD هذه النماضي كل شيء ما تريد للمحاضرات السادقة أنا كل هذه المواد أرفرها على الفورشير والأستاذ الفاضد والإخوة الأفاضل في الدعم الفني هم يقومون أيضا بإنشاء روابط خاصة على بعض المواقع التي ترفع هذه ما يوجد لديكم هنا هذه هي المادة التي تسلم لكل المتدربين في مادة تدريب المدربين هذه هي المادة التي تسلمها العروب هي التي تسلم في الإخوة وبإمكانكم إذا أردتم ولو بحثتم في العام جوجل ستجدون الكثير من الأشياء الفاضلة التي في حول تدريب المدربين حول أي موضوع أو جزئية هي ليست فكرا على أحد وليست أيضا موضوعا مفتكرا ستجدون إذا أردتم مراجع ستجدون فيها الكثير وحقيقة أن لدي مراجع كتب هنا حول التدريب في كباب المدربين العرب وكتب قديمة نشرت في الثمانينات وهي كتب لمدربين في الغالب أنهم مصريون الإخوة القصريين ما شاء الله مصدعين في التدريب بارك الله فيهم متميزون بهذا الجانب فهناك كتب رائعة ومراجع كبيرة لا أدري هل هي مرفوعة لإنتمت أم لا لكن بالإمكان البحث عنها لا هي ليست صفت قضي هي ليست نساخ إليفترونية وإنما كتب هارد ورقية منذ ردينا المثالية للمحاضرات السابقة كل شيء مرفوع الآن بإذن الله أنا سوف أعشر لكم أعطيكم اليوم هدية ستكون لديكم هدية بانتظاركم في نهاية البرنامج وسيكون لديكم أيضا العرض الذين ترونه الآن على الشاشة في هذا النظام إخواني الكرام أذكركم بعملية نحن نقوم بها في منهجياتنا في التدريب قلت لكم في البداية أن مرحلة التحليل سوف يكون لدينا منها مخرجات سمينا المخرجات في مرحلة التحليل ماذا؟ من يقول لي ما هي مخرجات مرحلة التحليل مخرجاتها ماذا؟ مخرجات مرحلة التحليل أنتظروا أول مجيب ليست التقييم أخي محمد صديق بارك الله فيك أنتظروا من يجيب وليس ما هي مخرجات عملية التحليل؟ لماذا نخرج في؟ نعم هي ستكون أحسن مدخلات لعمل التصميم أحسن تهايات لكن ما هي؟ ليست الأسباب أخي مهندسة أخي تامر الاختياجات التدريبية نحن نحلل الاختياجات للخروج بماذا؟ نخرج بشيء جدا شرحته في المحاضرة السابقة في الجدارات أو الكفايات الجدارات أو الكفايات تذكرون الجدارة أو الكفاية؟ نحن نقوم بإشباعها نعم نقوم بإشباعها من خلال التدريب جميل نخرج بجدارة أو كسميناها الكفاية هذه الجدارة أو الكفاية أو المهار المطلوبة سوف نقوم بتكون عبارة عن مدخل بمرحلة التصميم فنكون في مرحلة التصميم نخرج بماذا؟ بهدف نخرج بلاهداف فإذن سوف تكون معنا مدخلات مرحلة التحليل تحليل للوظيفة المعام والتوصيف الوظيفي نخرج فيها بجدارة الجدارة تكون مدخل لمرحلة التصميم نخرج بعد مرحلة التصميم تكون مخرج مرحلة التصميم ألا وهي الأهداف الأهداف التدريبية وخلال سياغة الأهداف التدريبية سوف نحجد مسبقا كيف سنقيمها سوف نتكلم عن وسائل القياس في مرحلة التقيم حجدها لنصيغ الأهداف أي أنني أقول هذا المتدرب مفتاج إلى هذه المهارة والجدارة سوف أكسبها وأصيغ الهدف من خلال الهدف سأعرف بعد إكمال البرنامج التدريبي هل نجحت في إكسابه المهارة؟ هل نجحت في أني حققت هدفي من البرنامج؟ هذه هي النقطة المهمة أهلا بك يا باتول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وسوف يكون مخرج مرحلة التصميم مدخل للتطوير سوف نتكلم أيضا في مرحلة التصميم من سأخاطب؟ ما هي الشرائح التي سأخاطبها؟ وبالتالي سوف أحاول أن أتمكن من مخاطبة كل الشرائح التي ستكون أمامي أم لا دعوني الآن أدخل إلى الموضوع الحناوي مصدر للمدر بارك الله فيه أخي الحناوي يبدو أنك مجهور خلال هذه الأيام ربنا يعينك ويوفقك يا رب انظروا إلى الستة السيكس بي السيكس بي الباءات الست الباءات الست ما هي الباءات الست؟ تعز عزك الله نعم أنت أيضا أخي الحناوي هذه الباءات الستة إخواني الكرام في الإنجليزية هي ما تعني إعداد سليم وممارسة يمنعان الأداء خائف هذه لحكيم التدريب ما اسمه الأمريكي ذكرها نسيت اسمه الآن هو ذكرها أحد الخبراء التدريب الأمريكيين ما يقول فهذه مهمة جدا إخواني الكرام تتكلموا هذه الباءات الست عن الإعداد ينبغي عن الإعداد السليم وليس الإعداد السريع أو الإعداد ما يسمى إعداد الطوارئ كذلك أيضا الممارسة قبل التدريب يساعدانك على أن يكون أدائك أدائك متميزا بعيدا عن الضغط وما يعتري أداء المدرئ تتكلمين من أشياء طائفة أخواني الكرام الآن إلى برنامجنا الإعداد دليل صدق وجدية عند المحاضر والخطيب والمدرب الذين يحاضرون أحيانا لدينا ما شاء الله نحن كما يطال عاوزين محاضرة أنا جاهز أي موضوع أنا جاهز هو ربما يكون الإنسان مستعجين بهذا الشيء أو الخطيب مجهز لكن أحيانا أخواني الكرام يحتاج حتى هذين الشخصين إلى إعداد وإعداد مركز جدا ماذا سأقول ومتى سأقول وكيف سأقول وكيف ستأكد أن ما قلته قد وصل إلى المتدربين أو إلى المستنعين أخواني الكرام اليوم بالذات كنت في تدريب لبعض أفراد الجيش والقوات المسلحة لدينا هنا في اليمن فأثناء تدريب كنت أعالج موضوع مهم جدا هو موجود بشكل كبير لكن ما يهمني في هذه الموضوع أنهم قالوا يا ليت أن الإخوة هنا في التوجيه المعنوي يكونون يحبون لنا من هؤلاء المدربين الذين لديهم هذه القدرة في أنهم يجعلون نستمع يهم ونستفيد منهم دون ملل هناك في الغالب يعطونهم في المناطب في التوجيه المعنوي يعطوهم محاضرين هؤلاء المحاضرون إخواني الكرام يأتون ويلقون غامهم بشكل روتيجي عادي ويقومون بسرد المعلومات على أباني المستمعين مما يصيبهم بالملل حتى أصبحوا لا يأتون إلى المحاضرة إلا بالإلزام هذه مشكلة حقيقة يعاني منها ليس فقط الجندي أو الضابط في الجيش ولكن أيضا أحيانا في كل الجوانب فتكلمت اليوم حول الفاعلية وكيف تكون الفاعلية على المدى الاستراتيجي بالنسبة للشخص كان البرمامج حقيقة مضغوطا ولكنه أيضا خرجوا بأشياء عملية تطبيقية فرحت كثيرا حتى أن بعضهم كان حينما أنزل بعض الدموع في نهاية المحاضرة أو البرمامج القصير إلا أن هذا كان دليل على أنهم بدأوا يتحركون بدأت تتحرك لديهم كثير من الأمور الراكدة إخواني الكرام لو لا الإعداد ما كان الأداء قويا ودائما فيما يمده درب اعلموا يا إخواني الكرام بارك الله فيكم أنما يتدخون فينا سطر الله إنما يمده فينا سطر الله وفضل الله وما أعطنا الله سبحانه وتعالى سريد هذه المحاضرة محمد صديق حاضر عيوني بإذن الله في أي وقت نجد وقتا بعد هذا البرمامج نقوم بإلقائها لديكم بإذن الله حول البرمامج الفاعلية بإذن الله الله سبحانه وتعالى يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة والتجويد والإحسان لإعداد إخواني الكرام هما أساس الامتحان أين الامتحان؟ الامتحان في قول الله سبحانه وتعالى ليبلوكم ليمتحنكم ليختبركم أيكم أحسن عملة لا يكفي أنك تقوم بإلقاء المحاضرة وتقول أديك اللي علي وخلاص أنا إنما بلغت إنما أنا نذير فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا الأمر لا يصف أخواني الكرام ينبغي أن تعد ينبغي أن تأخذ في بالك كيف تؤثر في الآخرين وكيف تدعوهم إلى ما تريه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك وسيلة بالنسبة للدعوة إلى الله إلا ومارسها حتى المصارعة حتى مصارعة من كان مصارعا فإذا غلبه أي تسلم فكان هذه من النطاط التي مارسها الرسول صلى الله عليه وسلم في أسارب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى النتائج مينة بمقدماتها ويقول عطي سالم من لم يباري بالإعداد لن يسلم من الفشل وكانت العرب تقول قبل الرماء تملأوا الكنائم قبل الرماء تملأوا الكنائم أهلا بك ناهلة أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل الإخوة والأطابر الذين يشرفون ما زال العدد أخي إخوتي الكرام أنا ألاحظ أني الآن الذين أصبحت أعرفهم من البرنامج التدريبي تقريبا خلال الثماني المحاضرات السابقة هم تقريبا بحدود الخمسة عشر فردا يبدو لي الذين أجدهم بالسمرار معي هناك من يستمع إلى كسجيل المحاضرة ويتابع هم أيضا يعطيني إشارة أني غيرت ولم أستطع الحضور لكني استمعت إلى المحاضرة وقمت بأداء الواجب هؤلاء الأشخاص أيضا موجودون أنا أحاول أن أتابع كل شخص كله بالمدى اهتمامه بهذا الجانب إخواني الكرام الآن الآن بالنسبة في موضوع ندخل في موضوعنا مرحلة الإعداد هناك لدي في موضوع مرتبط مرحلة الإعداد ومرتبط أيضا بمرحلة التحليل أنا من سأدرب من هم الأشخاص الذين سوف أقابلهم وأتحدث إليهم وأدربهم تذكرون في أول يوم في المحاورة هنا حرصت حرصا تاما على أن تعرف عليكم تعرف على كل المتدربين ينبغي عليك أن تعرف المشاركين الذين سوف يشاركونك في التدريب والتدرب معك يجب أن تعرف هم من المعلومات المهمة التي من خلالها تستطيع أن تبني قناة للاتصال أو لغة للحوار وأن تستخدم المفردات التي يستوعبونها أن تقيس مدى معرفتهم بهذا الموضوع وإلى أي مدى قد حضرواه وإلى أي مدى استوعبوه وما خلفياتهم العلمية وثقافتهم وجنسهم وكذلك أعمارهم وهل هناك من تدريب قد خاضوا في هذا المجال أم لا هذه نقطة مهمة اسأل حينما تدعى إلى تدريب ينبغي عليك أن تسأل من سأدرب ما هم الفئات وإذا استطعت أن تحصل على كشف أو جدول في أسماء المشاركين وبياناتهم فهذا سيكون ممتازا جدا تستطيع أن تبني من خلاله كثير من الأشياء لأنك تعرف الآن الشريحة التي ستقابلها قبل أن تقابلهم هم سيتفاجئون أنك تحفظ أسماءهم وأنت في أول يوم من أول مرة تسمع الإسف فأنت سعرف هذا الشخص من هو وتعرفت عليه وتعرفت كيف يقول حتى نستعد لصلاة العشاء سوف أطالبكم الآن في الاستراحة من سيكون معنا سيصلي سيصلي ثم أطالب الإخوة المتواجدين في الاستراحة أن يرفعوا أيديهم بعد الاستراحة نطلب عليهم سأعطي كل شخص دقيقة أو دقيقتين للتحدث فقط صوت سوف أطالبهم صوت من استطاع أن يكون الكاميرا جاهزة ممكن نستمع إليه صوت صورة لن أطالبه بلغة الجسد لن أطالبه بكثير من الأمور لكني سوف أعرض أطالبه أن يتكلم في موضوع سوف يحدده هو ثم أقول أنه ينبغي أن يعرض بناء على الشرائح الموجودة أمامه ما هي الشرائح التي سوف تكون موجودة أمامه سوف أعرض أعرض له شريحاتها مثلا الأكاديميين فأطالب أن يتكلم إلى الأكاديميين سوف نلاحظ كيف سيتنقل مع الأكاديميين ثم أعرض له أفتح له شريحة بعنوان طلاب وهو يتكلم في نفس الموجود سوف أختبر كيف سيتنقل إلى مستوى الطلاب ثم أعرض مثلا له شريحة النساء كيف سيتكلم معهم ثم سوف يتكلم معامة الناس وهنا أحيانا أميين وهنا كبار في السن ثم أطالبه أن يتكلم مع أطفال الطلاب هنا سيكون طلاب جامعيين طلاب ثانوية هنا سيكون لدينا أطفال وهم في المرحلة الإبتجائية أو المرحلة الإعجادية المتوسطة إن كان هذا التمرين ما الفائدة منه هو ليس بالضرورة أنك سوف تقوم بمثل هذا التمرين في الوقت هو ليس بم يكونها كذا لكن الآن سوف تجدوا أنك أثناء التحدث إلى الناس ما هي المفردات التي تستخدمها كيف ستنتقلوا من هذا المستوى لهذه الشريحة إلى مستوى فأنتم ينبغي أن تركزوا على موضوع يناسب كل هؤلاء الشرايح لتتنقل بينها بسهولة فالمواضيع التخصصية سوف تجدون فيها صعوبة في شرح لهؤلاء لهذه الشرايح الموجودة أمامنا هل وضح التمرين لديك إخوتين أحبة وضح التمرين تقومون بالعرف وغيروا الشرايح الموجودة أمامكم وأنتم تتنقلون الذي يحضر الموضوع ولا موضوع لا لا أنت الذي تحضر الموضوع أنت ستجهز فيما ستتحدث هو فقط في دقيقتين أو ثلاث بالزيادة هو فقط دقيقتين لثلاث وأيضا سوف أقوم بالطلق من ثلاثة إلى خمسة إخوة فقط من الإخوة والأخوات يتحدثون واضح إخواني أخواتي هل وضح التمرين جميل لماذا تأمر فقط الذي يكتب أين البقية صباحا خير بالليل جميل أعلى المساء لكم مرحبا عدتم إلينا اتقلتم أتكلم عليهم كلهم لن تتكلم عليهم هم هؤلاء سيكونون الشراحة التي ذكرتها هؤلاء هم الموجودون أمامك الموجودون أمامك سيكون شريحة سوف يكون لديك جمهور من الأكاديميين وأنت تخطبهم في موضوع ثم فجأة سوف نقوم بتغيير الشريحة التي أمامك الجمهور الذين أمامك إلى طلاب مثلا سوف أتنقل بشكل عشوي ثم أطفال مثلا ثم أعود إلى النساء وهكذا الأكاديميين واضح أخواني الكرام هل وضح التمرين الشراحة الموجودة هنا ستكون هم الحاضرون معك في التدريب يبدو أنه فات من كثير يبدو أنه فات من كثير يبدو أنه لم يكن في أختي الكريمة هو كنا في مقدمة والآن دخلنا على أول موضوع هو سنتكتع اليوم بتمرين للدخول عليه إذن الآن سيعطيكم عشر دقائق إخواني الكرام بارك الله فيكم سوف يكون التمرين بعد عشر دقائق من الآن وهي فرصة حتى تجهزوا الموضوع وتجهزوا ماذا ستتحدثون من كان يريد التحدث فيديو سوف أرحب بذلك وأتمنى ذلك من أراد أن يتكلم صوت فلنجدكم جاهزا بالإعدادات نحن سنمنحوا مايك فإذا تأخر يعذرني لن نعود إليه مرة أخرى بل يكون جاهزا بالتحدث هذه من الشروط التي درناها سابقا ينبغي أن تكون إعداداتك جاهزة بالنسبة للتحدث نعطيك الإذن تقبل العرض ثم تتحدث أي سؤال أو استفسار حول التمرين إذن إخوتي من مصر بارك الله فيكم تصلون العشاء الآن وثم تعودون ونبدأ بالتمرين أريد خمسة إخوة فقط الذين سوف يكونوا مستعدين يرفعوا أيديهم من الآن وليكن هناك ثلاثة احتياط الثلاثة الاحتياط هم الذين إذا شخص لم يكن لديه الإعداد جيد سوف نقوم بعد ذلك بالانتقال إلى الشخص الآخر تانر عاطف هو الذي رفع يده أولا رفع يده تانر عاطف هناك الرئيس هاند إخواني لديكم ويقونة الرئيس هاند يارد ترفعوها إذا أردتم الحديث المهندس أحمد الشيخ هناك أطل تقني لا بعث لا بعث لا بعث محمد صديق هي اليد الثاني التي رفعت هناك آيات من مصر هذه ثلاثة أيديا فقط مرفوعة حتى الآن من أراد التحدث في هذا التمرين فليرفع يده من الآن حيبة الرحمن لا تعرفين ما هو المطلوب سوف تقومين بالتحدث حول موضوع معين وسوف نختبر كيف تتنقلين بين الشرائح هو تمرين اختبار سرعة البديهة وأيضا كيف تتنقلين بين الشرائح بثلاثة بثلاثة ومرونة أي أننا بين خمس شرائح سوف أرفعو الشريحة الأولى والشريحة الثانية والشريحة الثالثة والرادعة بشكل غير مرتب لنعرف الأخ دياب دياب رفع يده ربعا أي موضوع أنا لا أتحدث عن موضوع موضوع يشترك فيه كل الشرائح المذكورة لديكم هنا على الشاشة أكاديميين طلاب نساء عامة الناس أطفال هل لديكم شريحة إضافة شريحة أخرى إذا كان هناك شريحة غير مذكورة لديكم بالإمكان أن نذكرها المتخصصين هم الأكاديميين دوي الاحتياجات الخاصة هم سيكون إما أكاديميين أو طلاب أو نساء أو عامة الناس أو أطفال لا يوجد فرق بين دوي الاحتياجات الخاصة في الموضوع الذي تستذكره هو موضوع يناسب الجميع أنا أفضل أن تذكروا موضوع ليس تخصصي بحيث تذكروا كل الأشياء المذكورات مثلا أنا دربت في إدارة المشاريع وهذه الدورة نتكلم مع أصحاب المشاريع الصغيرة فقد تمتها في ذوي الاحتياجات الخاصة من الكثيفات والصم والبط وكذلك المعاطم حركياً وكان تدريبي مثل ما أدرب الأناس الذين لليس لديهم يعاطع بدون فرق لا يوجد أي فرق بينهم وبين أولئك وأولئك هناك تامر ومحمد صديق وآيات فقط هم الذين رفعوا أيديهم هذا التمرين إخواني الكرام تختارون موضوع أنا سوف أغير الشراح هنا من خلال الشاشة وهو أثناء التحدث حينما تتغير الشريحة يتغير في الحديث فهنا النقطة أيضاً لا تتركوا مجال للمقدمة الوقت فقط سيكون ثلاث دقائق بالتحدث وسوف أغير الشراح قد بتزيد الوقت إلى خمس دقائق على أكثر احتمال فهي سوف تكون التغيير مفاجئ هذا التمرين لم يتكرر هو التمرين هو فقط من عجل اليوم أختي ناهلة فهو سيكون فقط لليوم بالإمكان أن تشاركوا في التمرين الأخرى القادمة في الأيام القادمة بإذن الله التمرين اختصار أن كل واحد منكم هو سوف يتحدث في موضوع أن اختاره هو سوف يكون الحاضرون أمامك هم من إخداء هذه الشراحة سريحة أكادمية أو طلاب أو يساء أو عامة الأس أو أطفال أو أحياناً سيكون كل الشراحة الموجودة أمامك ستكون كذلك كلهم موجودون أي أن الشريحة الموجودة لنأقول تظهر أمامك هذه الشريحة ثم أقول لك أنت الآن ترون الشريحة الموجودة أمامكم هل ترونها إخواتي الكرام نعم هذه الشريحة أنت الآن تخاطر أكادمية ثم فجأة سأنتقل بك إلى شريحة مثلاً أقول لك أنت الآن تخاطر أطفال ثم أقول لك أنت الآن تخاطر مثلاً كل جمعي مثلاً ثم أقول أنت الآن تخاطر عامة الناس وبالتالي كثيراً في السنة كذلك وكانت تكون في حيث ساعدين إلى آخر ثم أنت الآن تخاطر مثلاً هذه الشراحة جميل الآن هذه الشراحة التي سوف أقدمها أمامكم هذه الآن التي سوف يتحدث أو الضغط التي سوف تتحدث سوف يتكلمون بمجب الشريحة الممتدارة بعدهاً حينما تتغير الشريحة التي أمامه ينتقى عليه أن يمدأ بالتحدث مع هذه الشريحة وينتقل وهو يتحدث في نفس الموضوع لا يغير الموضوع لا يتوقف عن الحديث ويتكلم مع الشريحة بشكل نساسي مثلاً أخوات الجرام سوف أبرم لكم مثلاً أنا الآن سوف أتحدث وأقوم في الكثيرين أمامكم أنا سوف أتحدث أولاً تخصصاتكم المعهودة مناسب ومدرسون بشريحة طولة بالتأكيد أجل لكم أطفال تعتريشون معهم في البيت وبالتالي بالتأكيد أن أمناك الكثير أن الأشياء التي تضرقوا أن أبنات أذنك تضرقوا أن تفهموها بموجب التعامل مع الأبناء إخوان الجرام الأفاضل تعرفون أن الله سبحانه وتعالى أولاً اختصنا بفزية نحن بني البشر بالعقل وكذلك هناك لدينا التكريم الذي كرمنا الله به فكل أبنائنا لديناهم نحن نعلم الله سبحانه وتعالى علينا هذه النعمة ينضي علينا إخوان الجرام أن تركزها لذلك أنتم الآن وأثناء جرستكم في الجامعة بالتأكيد أن أغلبكم غير متزوح مثلاً لكن لديك أخب أو لديك أخب في البيت أصغر منك لابد أن تستطيعوا لابد أن تستطيعوا أن تتعاملوا معهم التعامل الجامعين قد تلاحبون أباعتكم ومعاتكم أثناء التعامل مع أخواتكم الصغار وحين يتعاملون معكم تربية الأولاد والأبناء هي مهمة شاقة مهمة لا يستطيعوا الإنسان أن يمكنها ماذا يكون متحيئاً لذلك وهذا التالي هذا ينقضي أن تكون مهمة لذلك أيها الأحبة الجرام إخواني الأفاضل بارك الله فيكم نعمة الأبناء يا نعمة ينضي أن نعرف أنهم أمان لدينا من الله سبحانه وتعالى وكما أننا نريد منهم أن يكون مبتعين ويكون متنجسين في الحياة ومتفوطين ينضي عليهم أن يكونوا أيضاً ينضي أن نراعي عندهم أيضاً وطالبهم ما هي احتياجاتهم وكيف يحتاجون إلى كثير من الأشياء التي ينضي عليها أن نرتج فيها ولا أن نطالبهم لأشياء وننسى حقوقهم وننسى ما يريدون من الأمور المهمة جداً بارك الله فيكم وأنتم يا أحباب الكرام مثلاً فين باب وماما يأتون إليكم في البيت ويأمرون كببعض الأوامر المهمة فيها في مصلحتكم اعلموا أحبتي يا أحباب الصغار أن الأب والأم ومحين حتى يعاقبوكم إنما يريدون مصالحكم ويريدون أن تكونوا أولاداً صالحين ومتعين صحيح أنهم في بعض الأحيان يكونوا قاسين عليكم قد يضربك أبوك قد تضربك أمك لكن بالأخير هي مهمة جداً أنك تفهم ماذا يريد أبي مني ماذا يعانيني أبي بهذه الطريقة كيف أنا الآن أقوم بالأمور الصحيحة هل الفثل الصغير ينبغي أن يعيش كالأبدك كالشخص الكبير أم أن هناك خصائص لهذه المرحلة أنا كفثل لا أقوم بالأشياء التي يقوم بهذا التبار وهذه نقطة مهمة بارك الله فيكم يا أحباب الصغار كذلك أخوات الخاضلات أبتدين أن يكون ولد في البيت أو أخوك الصغير أو ابنك الصغير الفثل الذي أمامك أو ذلك المراهب رؤيتين عن التعامل مع التعامل الحسن لا تتعصني ولا تأخذي على التربية على أنها شيء ممل وشيء قافل تتكر في أن الله رزقك أولاد ولم يرصق أخريات هناك من تتمنى أن يرصقها الله في ولد تذكري أن عامل ولد هو أمانة جديد كيف تريدين أن تكون آكل أمانة إذا كيف يحاسبك الله الله الرسول كلكم راعي والرسول يقول وكلكم مسؤول عن رأيك ذلك أختي بارك الله فيك ينبغي عليك أن تتحدث من أخلاق العالية وبالصبر فيك من أبناء وأن تحتسل الأجر وإذا كان هناك أي مشكلة كافة في الدعاء والدعاء ومعنون بارك الله فيكم إخواني الكرام هذا هو نموذج هذا نموذج للتدريب هل وضحت عليكم الزكرة الآن أنتم ستلاحظون أن هناك تنقل لا أذن يعني هو حقيقة أن أحرصوا أن يكون التنقل تلقائيا وسالسا وغير متكلم استطعت إلى ذلك سبيلا نتعلم مع الأجياء بارك الله أعزيكم الآن أريد أن يكون لأخوة الأفاضل الذين يطلبوا أن يتحدثوا بالتنقل محمد صديم تفضل نعم أحييكم أخواني الكرام بتحية الإسلام ستبدأ بالشريعة عامة الناس هو مبدئيا أنا هتكلم في الموارد البشرية هل هتنفع مع الأطفال هتحدث في الموارد البشرية صوت واضح في صوت طيب أنا هتحدث في الموارد البشرية هتنفع مع الأطفال سيد أحمد بسم الله الرحمن نعم عفوا الموارد البشرية كنت ناسب الأطفال كذلك ما هدري كيف ستناسبها مع عامة الناس مرديت أميه والله إحنا حاول مرديت أميه فموضوع تخصصي حاول أبسط الموضوع حاول أن تبتعد عن التخصصية ما استطاعت إلى بارد تشبيله هذا اللي أنا أكدأ لأنني مش معيد إذا ما عزلت أبريد الموارد البشرية ماشي هتبدأ بعمة الناس ما هو الموضوع للموارد البشرية وظائف إدارة الموارد البشرية ما هو الموضوع وظائف إدارة الموارد البشرية وظائف إدارة الموارد البشرية تبضل تبضل يا محمد صديق بسم الله الرحمن الرحيم وظائف إدارة الموارد البشرية أولا الموارد البشري الشخص أي إنسان هو عبارة عن موارد بشري فهو كلمة موارد بمعنى أنه يأتي فمعنى أن يأتي يأتي إلى الناس فيأتي شخص إلى شركة المعينة أو مكان معين للعمل وهو يسمى مورد بشري المورد البشري لهوت له طريقة للتعامل داخل الشركات فيتم داخل الشركات إنمية قدراته بأنهم يعلموا طريقة العمل ويعلموه الالتزام بالنظام اللي تعمل به الشركة إخواني الأحباء أنتم من شاء وأنتم سوف تصبحون المورد البشري بمعنى أنتم سوف تقوم على أكتافكم الأعمال وأنتم سوف تقومون بالصناعة في هذه الدولة وإنتم اللي هتوهضوا بيها وترتقوا بيها فلابد أن يتم لكم دراسة من أنتم أطفال وتأسيس بمعنى أنك تذاكر جيدا وتعمل جيدا وتستذكر دروسك لأنك سوف تصبح لأنك سوف تصبح غدا أنت من سيقوم بالعمل أنتم من تقومون بالعمل داخل هذه الدولة فبالتالي لابد أن تلتزم وتعرف كيف تعمل داخل المنظمة وظائف إدارة المورد البشرية أن الوظيفة التي كل شخص يقوم بها داخل هذه المؤسسة من هذه الوظائف التخطيط بمعنى أنهم هم اللي يرسمون جدوى العمل ويحددون كيفية العمل وهي أهدافه والنتائج اللي هم يجب أن يصلوا إليها التخطيط والاستقطاب والاختيار للمورد البشرية هي أحد الوظائف السفة المحددة داخل إدارة المورد البشرية فالتخطيط هو الذي يقوم على أساسي تحليل كل عمل وحصر مكوناته وتحديد مطلباته وهو الذي يحدد ما هو العمل الذي سيقوم به المورد البشرية من أيضا كلمة التخطيط والاستقطاب والاختيار للمورد البشرية نجد أنها كلمات رنانة ذات معنى عميق لابد أن نستفهم معنى ذلك المعنى كلمة التخطيط هو رسم لسياسة رسم لنظام معين داخل المنظمة يحدد طريقة العمل الأهداف النتائج التكاليف فهذا التخطيط هو الذي سوف ينجح نتائج هذا العمل كلمة الاستقطاب هي كلمة عميقة أنا قد أجده أنه لفظ فيزيائي أكثر منه لفظ إداري لأن كلمة الاستقطاب هي كلمة تعني الاستقطاب بمعنى أن أنا أخذ الشخص المناسب الاستقطاب أخذ الشخص المناسب اللي هو يعمل إن عمل دهوت ويؤدي على خير وجه ويتم اختياره بناء على إمكانياته وعلى قدراته على تأديد هذا العمل ونقطة أخرى هي نقطة التخصص الذي سوف يؤدي أو ستتخصص فيه ليصبح قادر على هذا العمل ويؤدي شكرا 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 يا محمد صديق شكرا أخي رائع محمد صديق بارك الله فيك أهلا بك يا جنات أخي محمد صديق كان الموضوع رائع ما شاء الله بارك الله فيك موضوعك رائع أنا أريد من يريد أن يعذق فكتب رقم واحد من يريد أن يعذق حول الموضوع كيف كان تنقل أخونا محمد صديق في موضوعه وفايف الموارد البشرية بين الشراح من يريد أن يعلق ويعطينا انطباع كيف كان تنقل محمد صديق بين الشراح هل كانت الشراح ستغير أمامكم سلايدات كانت تتغير كانت تتغير بالتأكيد أمامكم جميل من يريد أن يعلق أولا على آخر محمد صديق أو بالإيمان يكتبه قال كارديش كارديش الاسم كارديش هل أنطقه صحيح كان من الأكادمي للنساء كنفس النمط لم نشعر أنه تغير في الخطاب محمد صديق اخترى موضوع مناسب للجميع وهذا ذكاء منه كما يقول أخي محمد يحيى تناسب الأطفال تناسب الكبار أيضا ما أدري وهنا كانت النقة كان هناك تقول نيديل كانت هنا تتغير إن تتحدث من أطفال شعرت عنه يتحدث كيف ستقول للقصد عن الموارد البشرية والتحدي الكبير كان هنا عمانه أنا حقيقة إن دهشت فينا واصل أراد أن يتحدث وواصل تصميمه على التحدث في الموارد البشرية وخصوصا مع الأطفال أنا استغربت حين أصلنا كان هذا إصراره دليل على ما شاء الله استعداده أو قوته وقبوله للتحدي نفسية رائعة أخي محمد صديق لكن حقيقة وجد هناك إشكالية في تنقله بين الشرائح الآن حتى نطيل الحديث رموما جميلة جميلة تعليقاتكم الآن سوف أنتقل إلى مصر وإلى آيات آيات هل أنت مستعدة أحسنت السلام عليكم السلام عليكم أوكي أختي أختي آيات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أول حاجة إن شاء الله أول حاجة أول حاجة المدرسة وإزي ما يبقاش فيه مشاكل بيني وبين زمالي في المدرسة أول حاجة نفهم بعض يعني مثلا مش مأول ما حد يقولي حاجة أخذها مثلا فهي ما غلط أقوله إن الصح اللي أنا أقوله تقصد إيه لو أنا حتى فهمها بمعنى مش كويس أقوله تقصد إيه أتسم في وجه أصحابي حتى يعني أعفضلنا الإسلام الإبتسمى في وجه أخي كصدقة أول حاجة التواصل الفعال مهمة جدا معظمنا بيقع في مشاكل معظم معظمنا في حياتنا اليومية بيقع في مشاكل بسهد التواصل فلازم يعني يبقى فين أصول والتعامل مع بعضنا يعني ممكن نكون أنا بتتكلم مع حد مش قصدي أي حاجة وحشة بنتيجي تفهم الخطأ ونتيجي لعطة من التواصل الصح ويوجد خطأ فينا بيننا فأول حاجة مثلا نبتسم في وجه نقدر للآخرين تاني حاجة الحب إزهار حياة اللي من أراد أن يحي حياة فمسلا من التعامل مع أصحابنا فأحنا كنساء في معظم حياتنا معظم نفاكننا بسهد الفعال من الخطأ مع أزواجنا مع أزواجنا مع رايب الأزواج فلازم نفهم بعض الطريقة صحيحة لازم ننصد بعض مثلا مثلا أنا أقصد كذا يعني مش ساقها نصعد علي أنا وإنتي اللي أحنا نقول لبعض أنا أقصد أنت تقصدي إيه أو أنت تقولي أنت تقصدي إيه بدلا مثلا ناخد الحاجة وممكن تؤدي الكورن لبعض المشاكل كتيرة تقصدي إيه مثلا أبين حب للناس حتة اللي أنا أبين الحب دي حاجة كويس قوي ونظم الناس يعني حتة الحب دي ميقبروش بينها البعض يعني أنا مثلا وصحبتي لأ أبينها لأ بحبك في الشغل حد سعادني الحاجة أشكره حتى لو هو أخذ عليها أجل في أي مكان بشتري في أي مكان بعمل لحد أي حاجة لازم أشكره عليها كطلاب معيش سني أحل أحنا معظمنا كطلاب في تن التعامل بنا مع التكاترة في الجامعة أو مع زمائلنا التكاترة في الجامعة لحد ما في بعض الأحيان يبدو التعامل معهم صعب لا لازم نخطي التعامل احترام الأخ احترام الكبير والعطف على الصغير بارك الله رطيسي ما شاء الله كنت هذا يا آيات حقيقة هو أنت أيضا كان موضوعك كان موضوعك قصير جميل كان موضوعك قصيرا أيضا أجدت في اختيار موضوع يناسب كل الشرائح ما شاء الله تنقلت بشكل جيد جدا بين الشرائح المستهدفة كان هذا التمييز حقيقة ما شاء الله بارك الله أحسنت يا آيات نعم الطلاب هم مرخلة ممكن يكونوا طلاب جانعي طلاب جانعة ممكن يكونوا طلاب جانعة عدة الرحمن أنت الآن لدينا هل تسمعين أو موضوعك رجال الموضوع يكون عن تحسين قداء الكتابة باللغة العربية الموضوع حيث نعم 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 إبعدي البايك شوية نعم إبعدي البايك شوية الإنترنت شوية بعيف عشانك بتقطع الصوت شوي شوية أوكي بالنسبة أخوات النساء يعني كي تساعد أطفلك على تدرس باللغة العربية أو الفصحى عليك أن تخاطبين بجمع كي تحس تتعدي عن اللغة العربية قدر أن تدر الإنقام عليك أن تساعدين في براستنا يوميا أن تساعدين على تدريب التدريب على التنميذ بين الأحور بين المفردات المتشابهة وكذن آآ أن تدريبين آآ أخوات آآ أيها الأكاديميين المتخصصين أنتم متخصصون في اللغة العربية إذا أنصحكم بأن تستعلموا بعض الكتب والمراش من اللغة العربية من المكتبة أن تقرؤوها بصوت مرتفع لكي تسمعوا عنفسكم كيف تقرؤون أن تسجلوا صوتكم وأنتم تتعلمون بها أن تحاولوا أن تكتبوا ملخصات عن هذه الكتب وأيضا حينما سوف تصبح شكرا بك يا عبن أخوات احترام الآن آآ كل الملاحظات التي تتقل معها لاحظتم آآ فائدة التمرين ما هي الفائدة ما هي فائدة هذا التمرين إخوات احترام ما هي فائدة هذا التمرين بالنسبة لما فهمتم حتى الآن أخي أهلا بأخي علاء الدين حمامي من سوريا من اللاذقية يا أهلا وسهلا فيك في الدورة بارك الله فيك أهلا وسهلا إن شاء الله الكهرباء ما بتفتح عندكم في سوريا وستمر معنا هذا اليوم أوكي جميل تحضير الموضوع كي أتانا للخاص سرعة تتحبار الألقاب المناسبة معارفة التنقل بين المواضيع السرعة المتيحية كيف تفرق التعامل مع أنواع المتدربين لكل فئة في وجود طريقة إيصال معينة جميل سرعة باستحبار أحوال المتدربين أحسنتم ما هي معارفة وكيف تساعد ذلك على تحضير الموضوع وليفت انتقال بين الشرائح المختلفة سألين إخواني الكرام أخواتي هذا الموضوع في الضمة الأهمية ربما تجد أمامك وفي الغارب سوف تكون الشرائح مختلطة وأحيانا قد تضطر لتدريد شرائح متخصصة كلهم من نفس المستوى ونفس التخصص هذا التدريد يعطينا انتباع حول كيف يكون الاستخدام بشكل كبير للبرنامج وكيف تكون باستخدام الألفابة المناسية لتواجد معك الأطفال مع النساء مع عامة الناس مع طلاب هذا في الثالث شريحة لإمكاننا حديث معاك المواضيع الإنسانية بشكل عام لكن المواضيع التخصصية أحيانا تجد صعوبة لذلك لازم فعلا تراعوا من التمور المقاطب وأن تعرفوا نوعيته وتمقاطبوه على قطعهم هذا التدريد هو التدريد مهم من خلال عرضكم أثناء ما تعرفوا في المستقبل ستكونوا تقولوا ما هي الشريحة التي أنا استعدتها في البرنامج وهذا مهم جدا الآن دعونا ندخل في مرحلة التصميم مرحلة التصميم إخواني أخواتي الإجرام هي مرحلة رقم اثنين في أسلوب النظام سات ونتكلم في مرحلة الثانية تصميم والدزاين في هذه المرحلة هذه المرحلة إخواتي الإجرام دارك الله وفي الغالب أننا نقوم الآن بعملية الإعداد والتخصير للبرنامج التدريد نحن الآن في هذه المرحلة ستكون مخرجاتنا ضارعا أعدام التدريد نحدد كيف سنقوم باختبار مجاح التدريد مجاح الأداء مقيس الأداء كيف سيقوم وفي هذا المرحلة أيضا سوف نصل من عيكل للبرنامج وكيف ستكون أبواب البرنامج ومفردات البرنامج وعملية التسلسل الموضوعي والتجابع المنطقي لمرحلة البرنامج هذه الثلاث المخرجات لمرحلة التصميم مرحلة التصميم إلى الأهداف بعدها كيف سنقوم الأهداف وأيضا ما هو عيكل البرنامج أنه سوف نقوم بتدريده اليوم إذي الله هتم عبقوا على أشياء مهمة جدا فالبنى هذه الأشياء إخواني الإجرام أنتم ستكونون بعد أن خرجنا في مرحلة التحليل بما هي التدارات والتفايات التي يمضي علي إكسابها للمتدربين وما هي الاتفايات التي سوف أشبعها للمتدربين نحن سوف نحفت أيضا من هو هذا المتدرب الذي قمت بتحليله سواء بشكل مباشر أو بشكل مباشر عن طريق توصيل حقيفي أو عن طريق المسؤول المباشر عن هذا الفرد أو أحيانا برامج التي سوف تكون مخطوعة للتسجيل سوف يعجل للشخص المحتاج لهذا البرمامج لابد أنك سوف تحدد هذا الشخص الذي سوف تدربه وكيف سيكون البرمامج يحلو له إشكاليات معينة أو يكسبه مهارات معينة ويشبه معاك احتياجات أعداد التدريد إخواني الكرام في صيارة أعداد التدريد نحن حين نصيغ أعداد التدريد ما هي الأشياء التي سوف تساعدنا فيها تساعدنا إخواني الكرام ساعدنا صيارة أعداد التدريد أولا على اختبار وتصميم محتوى الدورة وموادها وطريقة التدريد خلال حين نحدد أعداد التدريد سوف تساعدنا هذه الأمور حيث نحدد كيف سنختبر محتوى الدورة ونجاحهم وكيف سنصلم أيضا المواد أو المفردات البرنامج التدريد كذلك إشكالي الكرام بالتسبة لأعداد التدريد سترطينا كمدردين طريقة موضوعية لقياس مخرجات التدريد ومدى تحقق هذه الأعداد وكيف تحقق هذه الجدارات وأكسبناها للمتدرب وكيف ساعدناه على أن يكتسب هذه المعارات من خلال الأعداد أن نتحددناها وأيضا إخوان الانتراف هو نقطة كما ذكرت المدرب ذكرت المدرب هنا سوف نذكر أيضا المتدرب ينبني على المتدرب أيضا أن يعرف البرنامج التدريدي لاحظوا إخوان الانتراف في كل يوم تدريدي أنا أعطيكم ما هو هدف هذا اليوم ما هي الأعداد التي ستتسمونها وأقول لكم أننا يبتغي أنلمنا والنهاية في أذهابنا بمعنى أن المتدرب لا بد أن يعرف ما هو الأشياء التي ستأخذه اليوم مما يساعده هذا المتدرب يساعده إلى تركيز وتنظيم الجودة نحو تحقيق هذه الأعداد المرؤومة في الغالب إخوان الانتراف أيضا ركزوا معي على هذه النظرة نحن نطالب المتدربين حاضرين معنا في البرنامج التدريدي نطلق منهم ما هي توقعاتكم من هذا البرنامج التدريدي ونقول لهم بسؤال ما هي دواصل لماذا حضرتم هذا البرنامج ما الذي تتوقعون أنكم ستكسبوه من هذا البرنامج كل هذه الأسئلة نعطيها للمتدربين من أجل أن يعرفوا نعرف نحن ما هي توقعاتهم ثم نعلم عليهم أهداف البرنامج التدريدي وبالتالي يبدأون بعملية ربط ولينك بين توقعاتهم وبين كذلك أهداف البرنامج التدريدي هذه هي الأشياء المهمة في القضية سيارة أهداف التدريدي إذا أهداف التدريدي إخوان الانتراف حقيقة قبل أن أدخل هناك بالنسبة للأهداف وخبعا تركزوا على ما سأقوله الآن أهداف التدريدي الغالب الذين يعملون في سلك التعليم تدريس المدارس والذين يعملون في المعاهد وفي الجامعات هم لديهم شيء يقومون بعمله كتحضير نحن حين نقوم بالإهداف والتحضير محدد أهداف التعلم أو محدد أهداف التدريس أو محدد أهداف التعليم هذه مهمة جداً إخوان الانتراف نقوم بتحديدها مقدماً سوف يقوم بتطبيقها وكيف سنولد لديه ميول أو مجدانيات أو مشاعر نحو هذا البرنامج سنعدده من خلال البرنامج التدريبي مثلاً إخوان الكرام أحياناً أعطيكم مثلاً نفات نصف عند نعاية الجلسة التدريبية محافرة معينة سوف يكون طالب قادر على نصف خيمة لشخصي طبقة لمواصفات الشركة المصنعة مستخدماً مطلقة ومجرافاً وخيمة وسوار وخباد أو أوسات وخباد هذا هدف لإكساب برنامج بإكساب معارة معينة أرى وهي التدريب خيمة شخصين وهذا الشخص هو في مريف الكشافة هذا الأشياء سؤال قريباً يمكن في أسماء تحقق الأعداد التدريب إلى مكان تدريباً ونتحدث عن هذا الموضوع أغتفى بلجسة الآن أعداد التدريب نصف ما هو متوقع ومتدرد وكيف سيكون من خلال المشاركة نحن من خلال الهدف نحكي شروب وسلوك ومعايير الأداء المتوقعة من المتدرب أو من الطالب ولدينا بالنسبة للأعداد أريدكم أن تركزوا على هذه النفط ألا وهي أننا سوف نركز على ثلاثة أجزاء أساسية للتدريب الجزء الأول ألا وهو الثاني الجزء الثاني ألا وهو المعايير الجزء الثالث ألا وهي الشروب إذن لدينا ثلاثة أجزاء أريدكم أن تركزوا عليها في الهدف لدينا الزعن أو الأداء أداء سوف يكون نقطع عليه أحيانا الأداء وأحيانا نطلق عليه الزعن ولدينا المعايير ولدينا الشروب ما هو الأداء ومائر المعايير ومائر الشروب هذه الأشياء التي أحب أن تركزوا عليها الآن بالنسبة للفعل بالنسبة للفعل إخواني أخوات الكرام هو السلوك أو الأداء الذي نطلقه من المتدرد وهو عبارة عن وصف فيفعل السلوك المحفظ مثلاً يشرح يحذل يكتب بعد أن أقبل سوف أخذعوني الآن أهي المفردات التي يقدر أن لا نستخدمها هناك أفعال ستجلوها معكم ستجلوها معكم الأفعال التي لا نستطيع أن نقول أنها أفعال ثقاس هي صعبة القياس صعبة نوعاً ما مثلاً من هذه الأفعال أن يعرف الطالب أن يقدر أن يقدر المتدرد أن يسعى المتدرد أن يتمثل ما أفعله كيف سيتمثل أن يؤمن المتدرد أن يستوعد أن يستمتع يفكر أن يقرر أن يتشف أن يقيم هذه الأفعال الآن أن يتحدث لمدة دقيقتين للغة عربية فصحة عن الطقس يمين هذا هدف رائع المتاز أختيه حيبة الرحمن أن يزمن أن يقدر أن يحس أن يضع في الاعتدار أن يتعامل معه هذه كل أفعال لا أستطيع القياسة هي صابة القياس إخوان الكرام وبإمكانها أيضا أن تهجل في عقل المتدرد أو الطالب نوعا من الإشكال بالإمكان أن يقول لدى المتدرد إخوان الكرام إشكال وإمهام وهو ما هو كيف بعد ذلك إذن لا يستطيع المتدرد أن يقيس هذا الهدف كما لا يستطيع أيضا المتدرد أو المسؤول عن التبنيم أن يقيم يقدر يفهم يؤمن يفكر يستطيع يقرر يذمن يدرك أعلم يكتشف يقيم يضع بالإحضار يتعامل معه كل هذه الأفعال ينبغي أن لا تذكر هذا التكليمي ما استطعنا إلى هذا المتدرد إذن الفعل الفعل هو السلوك الملاحظ الذي يجب أن يوصف من خلال أفعال سروفيا وهنا الأفعال مذكورة يشوح يحدد يكتب يسجل يبني يرسم يرتب يكتب هذه الأفعال كلها في استطاعة القياسة إذن هناك تذكر أول فعل البشر الثاني هو الاجتراع هذا وهو المعايير البشر الثاني هذا وهو المعايير ما هي المعايير؟ هو مستوى الأداء المطلوب بالحيث الكم والجيس والوقت إلى آخره من ضقية الأشياء المطلوبة وهذه المعايير هي الأشياء التي سوفنا في سوقها المعايير هنا إخوة اختراف إما لماذا؟ إما هذا ما هي أهمية المعايير هنا ما هي أهمية المعايير؟ المعايير هنا مهمة جدا 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 وصدق الأهمية أننا سوف نستخدمها في القياس سوف نريد تحقق الأهداف التجمدية من خلال المعايير من خلال المعايير إذن بالنسبة للمعايير ما هو المستوى الذي أريده؟ ما هو؟ وأحيانا يكون مستوى الأداء هو الحد الهدنى للأداء أنا أقول أن يقوم أن تقوم بإطباع خمسين كلمة دقيلة باللغة الإنتريجية على آلة كاتبة أو على كمبيوتر بهذا الشكل باستخدام لوحة مفاتيح مثلا لنظام ما كنتوش أو لنظام الويندوز لوحة المفاتيح بتختلف وبالتالي أنا حين أقول هذا الكلام إخواني أخوات الكرام أنا الآن حددت ما هو مستوى الأداء المطلوب لدي فكان مستوى الأداء المطلوب هو خمسين كلمة في التقيقة ما هي الآن الجزء الثالث من الفعل؟ ألا وهو الشروط الشروط تحقيق الهدف الشروط التي هي غروف المصاحبة لممارسة أمثل المنطلوب سادقة لممارسة الأداء وأحيانا هذه الشروط تتناول الأدوات تتناول الإنجراعات تتناول القوانين تتناول المواد تتناول المرافق التي سوف تستخدم بأداء سعود أحين أقول باستخدام آلة اتباعة كهربائية باستخدام آلة التصدير إن أقول باستخدام النقص أو باستخدام المطلقة أو باستخدام انتهاج تلفزيوني أو باستخدام كاميرا بيدي كام أو أي الأداء التي سوف أقولها بالنسبة لحقيقة الأداء الآن أعطيكم أمثلة إخواني أخوات الكرام أمثلة لأهداف التدريب وسوف أطلب لكم أن تحددوا معي في كل هدف ما هو الفعل وما هي المعايير وما هي الشروط إذن في نهاية الدورة أو في نهاية البرنامج التدريبي التدريبي سيفا يكون بين مكتورة المشاركة أو المشاركة الهدف الأول إصدار تذكرة راتب خلال مدة أقصاها ثلاث دقائق وبدون أخطار باستخدام إظام جاليو لإصدار التذكرة هذا الهدف أين الفعل هنا في هذا الهدف الأول أين الفعل؟ أين الفعل؟ إصدار وهنا هل إصدار فعل إخواني الكرام؟ إصدار هل هي فعل؟ ماذا نسميها باللغة العربية؟ من نظينها؟ ماذا نسميها بالنحة؟ المصدر المعول أحسنت يا جنات بارك الله وفيك المصدر المعول إصدار هي عبارة عن أم زائد الفعل حين نقول أن يصدر نستخدم المصدر فنقول إصدار فأن يصدر هي الفعل ولكن إصدار نقول هي المصدر المؤولة التي نستخدمه بدلاً عن أساعد الفعل جميل جداً إذن أن يصدر على الفعل ما هي المعايير؟ هنا إخواني امترام ما هو المعيار هنا؟ المعيار هنا لدينا في هذا الهدف ما هو؟ الأشياء التي سوف نفيصها المعيار أولاً تذكرة واحدة قلنا نقول تذكرتين أو ثلاث إذن تذكرة واحدة وأيضاً المدة ثلاث بقائق الذي هو الزمن في علامة أحسنتم أيضاً وبدون أخطاء أحسن أحسن فيها بدون بدون أخطاء هذا المعيار الثالث الآن هنا سوف نقول بعد النهاية بعد المعيار ما هو الشرط؟ ما هو الجزء الثالث؟ ما هو الجزء الثالث؟ الشروط ما هو الشرط لدينا هنا؟ الشرط هنا باستخدام نظام قليل لإصدار التذاكر هذا ما هذا الرابط؟ أخي العمراوي بارك الله فيك لا بأس لا بأس أوكي إذن الفعل الإصدار أن يصدر وتذكر واحدة خلال مدة خلال الزمن ثلاث دقاء يمكننا أخطاء هذه هي المعايير لهذا الأدام واستخدام نظام جليل هنا التي هي الشروط شروط تحقيق العدام هنا أن يكون باستخدام نظام جليل وليس باستخدام نظام آخر بإصدار التذاكر شكراً لكم الهدف الثاني مراجعة وتسكيل بيانات 20 فاتورة بدون أخطاء بحسب إجراءات الفاتورة المنتمت أوكي من يعطيه تفضلوا إخواني أخواتي ما هو الفعل وما هو الشروط وما هي المعايير وما هي الشروط إذن أن يراجع جميل أحسنت يا مريم أحسنت يا محمد صغير هو أن يراجع والمراجعة هو الفعل ما هي المعايير تسكيل هو harp هو التسكيل والمراجعة والمراجعة المراجعة والتسكيل هذا هو الفعل المراجعة والتسكيل 20 فاتورة بيانات 20 قال عشرين فاتورة بدون اخطاء هذه المعايير. عشرين فاتورة بدون اخطاء. هذه هي المعايير. ما هي الشروط? ما هي الشروط? حسب انجراعات الفاتورة المعتمد. حسب انجراعات فاتورة المعتمد احسنتم. بارك الله فيكم. ايه لا? السؤال الهدف الثالث المثال الثالث الابتسام لكل عميل حتى في حارة الرجال يمتسم الزعي جميل المعيار عميل هو المعيار لا يا واشر لكل أحسن لكل العملاء هنا المعيار لو قال لي هذا الشخص ما اتسام لا هذا المعيار عندي أن اتتسم في كل وجوه العملاء الشروط طبعا وأيضا الشروط هنا سوف تكون في كل وقت حتى في حالة الرجال الشروط هنا في كل الأوقات حتى في حالة الرجال هنا سوف يكون أحد المعايير في نجاعة تأتيت الأهداف والشروط أنك تكون في كل الحالات مراجعة التسجيل هي هدف واحد هي المراجعة العمل في الغالب لن يكون يمتوب التسجيل هي الشيء العمل المادي المحسوس لدينا أما المراجعة في الغالب يا أخي محمد ليس بالرقم سوف نلاحبه أنا أقول مراجعة ربما يكون تشييك فقط مجرد النظر على الموضوع فقط أو عمل بأساس لكن هنا أراجع وعيضا نكون بالتسجيل هنا المسهولة في الغالب ومتلا أخي الدكتور تامر ومرتبطين كل واحد معتمد على الآخر أن يشرح شرحا علميا العدف الذي يليه لربائف الإدارة في حسب مفاهيم الإدارة أي ننفل يشرح أو المصدر هنا نبينا شرح ثم بعد ذلك ما هو المعيار ما هو المعيار يا سلام العلمي المنهجية العلمية الشرح المنهجية العلمية باعي الشروط حسب مطاهم الإدارة أحسنتم هذا الجميل الآن نتقل الاستفتعال الذي يليه حفظوا صفحتي جوميا من القرآن في إتقاء في لال التوافق في حركة التحفير إذن أن يحفظ جميل أحسنتم أوكي ما هو المعيار جميل صفحة يوميا من القرآن صفحة أيضا ما هو الشروط هنا لدينا لدينا هنا الشروط ما هي الشروط الإتقاء وخلال عملية خلال حركة التحفير الإتقاء وخلال التوافق في حركة التحفير هذه هي الشروط الآن ما رأيكم نسوي اختبار نسوي اختبار ما رأيكم نسوي اختبار تمام الآن أريدكم الهدف أريدكم الهدف أن تركزوا على ماذا سأقول أريد كل واحدا منكم يذكر لي هدف في ماذا ما هو الموجود دعوني أختار لكم موجود يذكروا الهدف ما هي أقول سأقولي اختبار تقومه أريد أن تنقض وسأبسط موجود بحيث تقول لكم تفهمونا في الميدة عمرها عشر سنوات وأريد أن تركب الدراجة الهوائية ومستوى الأداء الذي أطلبه أن لا تنقع عن الدراجة لمسافة نشرين متر وأن تركب الدراجة بدون مساعدة كما أنت القروب أو البيئة التي ستكون فيها هي مرجع العشب الذي في الحديث العام في حالقة أريدكم أن تصيروا الهدف بهذه أي اختبار على الشاف اختبار على الشاف الآن اختبار على الشاف فقط في النوعين تنميذ عمرها عشر سنوات أريد أن تركب الدراجة هوائية وأن لا تطع عن الدراجة لمسافة نشرين متر وأن تركب الدراجة بدون مساعدة وأن وأن تكون والبيئة أو الخروف أو الشروب في مرجع عشب أخبر في حديقة الآن تكتبوا الهدف عندكم على الورقة تكتبوا صياغته ثم تكتبوا على الشاف أوكي نكتبوا على السفورة الآن آآ تخريدة نقرها عشر سنوات نحبة إخواني نحبة علشان تكتبوا هذا تقول له حتة واحدة حتة واحدة أوكي تنميذ عمرها عشر سنوات تكون دراجة هواهية بدون مساعدة أن لا تطع خلال المسافة المنطورة و في مرح عشر أخبر نسمع لش أكيك ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة الآن هي وضحة الآن قدامكم الآن من الذي أريده هذا المطلوب هذا هو المطلوب من يكتبوا لي الهدف الآن وقوم الدراجة لنسابة المشكلة بدون وقوم ودون مساعدة عمرك عشمن أخبر يميل أخي حسين العمراوي أهلا وصلاب بك أيها المضربية وراءة طارك الله بيك الهدف أن تركب التلميذة عشر تلميذة دراجة هواية المعيار من السمد لا 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 نكتب كلمة الهدف ولا نكتب المعيار ولا نكتب الشروط في صياحة الهدف جميل أخي عمرك قام بكتابة بشكل جهجي تقول أنتظروا مشاركات غفراء قيادة دراجة ناحلة قالت قيادة دراجة هوائية في عشب أكبر بمسافة عشرين مت بدون مساعدة جميل لا بأس هذا إلى ما إلى حسنتي بارك الله فيك شكرا لك أيضا أريد أن أرى من يكتب جنات صيقوها على شكل هدف رتوب أنتم تستخدمون الآن المصدر المعول إخواني المصدر الذي تكتبوه هنا والآن هو يأتي في الغالب بعد الدبلة المهمة التي ذكرناها بالسادس تذكرون كانت مكتوبة هنا تحت ما سأكتب تحته خط الآن هذه الدبلة تقروا معي هنا الآن هذه هنا ما أكتب تحته خط الآن في نهاية الدورة سوف يكون بمقدور المشارك ثم نقول إصدار مراجعة اكتزامة جميع الآن حبة الرحمن كتبت شيئا جيدا ركوب الدفاية المتحدة 20 متر كما قالت نينين وعيضا محمد صديق محمد صديق لمدة 20 متر في عشب أخبر دون الوقوق جميع هلدة أن تركب دراجة هواية لـ 20 متر بدون مساعدة خبة الضحنان قالت أن تركب كما قالت هلدة وكما قالت خبة الضحنان دراجة هواية لمساعدة 20 متر بمرجن أخبر بأمان إلى العشرة أيام من التدريب من قلق حواعد الأمان يرجعون دراجات يا سلام يا دفتور تامن يا سلام يا دفتور تامن لو كتبت أن تركب بدل كلمة ركوب جميل جدا أحسنتم ما شاء الله شكرا لك يا أيبنت الرحمن أيضا هاجر كتبت ركوب دراجة هواية لمساعدة 20 متر تبتل الهقوع على العصر أن تركب الدراجة بدون مساعدة لمرجن رشبي ولا تقع لمساعدة 20 متر هو في الغالب كلمة لا تقع ركزوا معي كلمة لا تقع هي غير صحيح في استخدام في استخدام الأعدام هنا نقطة مهمة جدا بارك الله فيكم بذكر أن تتوقفوا على المسجد وتستمعون إلي استخدام كلمة لا مع الضعم هذا الهدف هو نسميه هدف سلبي هدف غير إيجابي وأقصده بالهجر السلبي الهدف المنفي وقلت لكم في البداية لا بأس أهلا يا صوم أهلا يا أسماء أهلا يا أسماء مرحبا بي أدير أن يعوه بطفل مسافة عرض حمام السلاحة في ثلاث دقائق بدون توقف كم المسافة وما هو الحمام وحمام هل هو قياس العالمي الجميل أن تركب تلميذة العشر السنوات على درجة نوية دون مساعدة بدون لو تقع على مركب رشب الأهل دون أن تقع على مركب رشب الأهل جميل الآن هي الأهداء من طريقة إخواني الكرام بالإمكان أن نقول في نهاية هذه الجلسة الهدف في نهاية هذه الجلسة سوف أكتبوا الهدف هنا على الشاد أو أكتبوا على الصفورة أيضا يعني أكتبوا الصفورة أي هنا منهاية هذه الجلسة سوف تستحب تلميذة قادرة على ركوب الدراجة الهوائية بدون الوقوع على مسافة الشري مترا في الحديقة العام هذا هو تقريبا هذا النثال للهدف هذا النثال للهدف أنتم جميل أحسنتم جميعا تقول لكم إجابتكم هي كانت بشكل كبير تحوموا حول هذه حول هذا حول هذا الهدف بارك الله بكم أحسنتم هذا نموذج جلسة الأعداء إذن ما شاء الله عليكم أنتم الآن تسيرون بالفطن جيدة ورائعة ومتازة من خذال الهدف من خذال البرنامج هذه النقطة التي يريدكم أن تركزوا عليها لصياغتكم الأعداء حين نطلب منكم الأعداء الآن النشاط المطلوب من خلال أتمنى أن يكون ذلك مرتبط كل نشاط خلال الأنشطة إخواني أخواتي أن ترتبط أنشطتكم كل نشاط بالذي يريد أن تقوم بصياغة ثلاثة أهداف لبرنامج التدريبي حسب شروع الصياغة العلمية لأهداف التدريب حسب مع خبناء الفعل والمليار والشرط أن تركزوا عليه هذه النقطة إذا استطعتم أن تكتبوا الأفعال بهذه الطريقة تكتبوا لي أهداف ما الذي أطلبه منكم أن تربطوه بالتحليل الذي قمت بعمله حينما قمتم بتحليل الوظيفة معينة واستخرجتم جدارات الآن من الجدارة التي كتبتموها بالسابق سوف تقومون بكتابة أهداف تدريبية ثلاثة للبرامج التي اخترتموها وبالتالي سوف تكونوا قد أصغتم برنامجا تدريبيا مناسبا إخواني اتراه هو المشروع سيكون كالتالي المشروع الذي قلنا لكم في البداية لو راجعتكم الشرائح أو المواد العلمية التي لديكم حين طلبنا منكم ما هو المشروع النهائي المقلوب منكم مشروع التخرج سيشمل تحليل اختياج تدريبي استخراج جدارات بناء أهداف تدريبية هيكل موضوعات الدورة ثم ننطلق إلى وهكذا نسير لا ليس فيديو لا لا هو مكتوب هذه الأشياء كتابة كتابة ليس صياغة أهداف التدريب وأقصد بالصياغة شيء مكتوب ينبغي أن تتعود عليها وتكون الصياغة تجدون وقتا مناسب في صياغتها إخواني الكرام هناك في الأهداف موضوع الأهداف ربما الذين أخذوا في صياغة الأهداف تجدون أن هناك الأهداف الذكية يطلبون عليها وأهداف سمارت كما تقال أهداف سمارت سوف نتكلم حول مشروع التخرج أهداف مذكور لديكم في الشرايح السابقة في معلومات السابقة كلها بعد سماعها أو أسارها حاليا بإمكان اختباطنا بالتأكيد هو لو الجنهور من شرايح مختلفة من الناس أكتب الهدف كذلك في نهاية الجلسة سوف يكون الحاضر أو المشارك الفيس الحضور سوف يكون بإمكان المشاركين في هذه الدورة القدرة على أو سيكون المشارك في نهاية هذه الدورة قادرا على ثم أذكر الأهداف التي سوف نحطبها في هذه الطريقة في نهاية الجلسة أو في نهاية البرنامج التقليدي أو في نهاية الدورة بإمكان كتابتها بشكل جماعي أو بشكل فردي ليس مش مشكلة أعطبت بيها بشكل فردي أو بشكل جماعي أحسنتي يا مريم أحسنتي بأحداث الصناع الأخت الآن ذكرتها هنا الأهداف المذكورة هنا تلعوني أتوقف من ما كتبته أختنا مريم كتبت أن تكون الأهداف محددة ونقصة بالمحددة أن تكون جديدة جداً في التحديد ألا أقول أن أرجح في حياتي هذا أدف ليس محدد هذا أدف عام لا أستطيع حتى قياسه جدلك حين أقول محدد أن مثلاً أن أحصل على نسبة 29% أو 20% في مادة كذا أو في مادة الجيسيام أو في مادة جزارة الأعمال أو في مادة محاسرة مثلاً وهكذا الهدف القابل للقياس أن تكون نيجابل وهدف القابل للقياس نقصد به عندنا قدرة على قياس هذا الهدف أذكر وتذكر أحياناً الأرقام تذكر النسب تذكر المدة أحياناً تذكر العدد هذه تكون قابلة القياس خلال هذه النقاط أيضاً أن تكون منتفق عليه ويقصد بالمنتفق عليه أنه بين بين الطرقين وهنا لا نستطيع بالتدريب أن نقول منتفق عليه إلا إذا كان موافقاً للإحتياجات التدريبية التحليل الإحتياجات التدريبية ومشبعات احتياجات المتدرد فهذا نقول هدف نتفق عليه كذلك الواقعي ونقول نقصد بالهدف الواقعي أنه بالإمكان تنفيذه على أربع الواقع ولا يكون هدف صعب التحقيق كذلك أن يكون كما يقال في الأخير مزمن ونقصد بالمزمن محدد بزمن أي متى سنبتدي بهذا العدف ومتى سننتهي منه في الغلالة نذكر البداية لكننا نذكر المدة وخلال كم سوف نكمل هذا العدف شكراً لك يا مريم حسنتي بارك الله وعطيك إذن هنا وضعها لديكم بسوال التدريب جاءت أهداف التدريب واضحة واضحة لديكم المصلوم ستجهزونه وفق اختباطه بالتحليل الذي لديكم بالإمكان شخص قد يقول لي هل ضروري أرضب الأهداف بالتحليل الذي قمتم به سابقاً تحليل الاحتياج التدريبي أقول لكم لا ليس مهم تحليل الاحتياج التدريبي فقمتم به تحليل جاية التدريبي السابق كان الإخوة يسمونه كما سمعوا أخي العمراوي تحليل الوظائف نحن لا نحلل الوظائف وإنما نحلل أنه جاية التدريبي هذا السابق أي رغاء أختي آيات يعني ثلاثة أهداف أهداف التدريب ليس أهداف لك أهداف ستسعين للتحقيق كنت أمزح أختي آيات آيات لا بأس أنا قد عرفت أنك لم تغير اللغات كتابة من الهدف أنتب بالإمكان أن يكون الموضوع مستقل وبالإمكان أن يفتلط الموضوع بتحليل الاحتياج التدريب لا بأس في هذه المرحلة لكن في المشروع النهائي سوف أطالب أن يكون المشروع متلى متكاملة في الموضوع واضح أخوان الكرام أنتك للشريحة التي ترها في قياس الأداء الآن تركزوا معنا في قياس الأداء بحسب الأهداف العامة والأهداف التعليمية دعم سوف تختارون الموضوع كما تخبرون هو يستحب أن يكون مرتبط لكن لا بأس في أن يكون موضوع مستقل لمن وجد أن تحليله كان بعيدا عن ما يريد إعداد برنامج له بالإمكان أن يكون الهداف الجديدة ويبدأ كأنه يعيد برنامج تدريلي منذ البداية بالإمكان أن تختاروا الموضوع المناسب لكم في قياس الأداء حين نأتي لمرحلة التقييم المرحلة الأخيرة سوف ننمى نقيم لا تدلنا أن يرتبط التقييم في هذه المرحلة التي من خلالها نحدد الهدف كيف سأقول لك أنني نجحت حين أقول لك في البداية إذا اتزت نغمار الصباح وكنت في المرتبة الأولى فأنت نجحت ووصلت في أكثر مدة ولم يسفق أحد في الصباح فأنت نجحت إذن أنا حتش لك الآن كيف سأقيس أداءك ونجاحا في هذا النغمار وفي هذا الصباح بالتالي فنحن نحدد مع المقاييس والمعايير التي سوف نقيس أداءك من خلال التدريب ونقيس نجاح البرنامج التدريبي من خلال في هذه المرحلة سوف نحددها في صفانه وتعالى إذن لدينا هنا حسب الأداف العامة والأداف التعليمية والتدريبية سوف نختار أدوات مناسبة لاختيار أو لاختبار مجاح الأداء بعد نهاية البرنامج التدريبي ها عادة إما أن نقص معرفة ويكون ذلك من خلال اختبار تحريلي أو شغوي أو من خلال اختبار مهاري أو سلوكي وهذا نقصه من خلال اختبار عملي وقد مضيط له الاختبار أيضا تحريلي هذه الاختبارات والوسائل التي نقص من خلالها الأداء بالإمكان أن يكون نشاط عملي بالإمكان أن يكون ورقة اختبار نجيب عليها بالإمكان أن يكون مقابلة إمكان أن يكون عبر مشروع يقدمه المتحرد لإسباب سهم المادة أو المجاحة فبالتالي في وسائل القيامة لا بد أن نراعي ما يلي لا بد أن نراعي ما يلي إخواني كرامي من الأشياء التي يبغي أن نراعيها الدقة لاختيار الوسائل لا تقض بتحديد وسيلة تقنية معرفية لبرنامج إكسام مهارات ولا تقض بتحديد اختبار عملي لبرنامج معظمه معلومات كيف تكون الدقة موجودة وأنا أحدد سأقيس هذا الهدف خلال ما يلي واحد فيه ثلاثة أو واحد فقط أحدد جيب سأقيس الهدف بخيث أصمم وسيلة القياس بشكل مناسب هناك أيضا من أنواع أو من أشكال الأدوات القياس اختبار صوتي أو الاختبار الشفوي كما يقال أيضا كذلك الاختبار التحليلي المكتوب ولدينا أيضا الاختبار العملي وفي ذلك يكون مشاب أو مشروع يتخدم هذه وسائل القياس تكون موجودة لدينا في البرامج هناك أكثر موسيلة لو احتجنا هذه وسائل سأتكلم معكم حول التقليل بشكل أوسع في مرحل التقليل لكني أتكره هنا لكم حتى ترتد أنكم فين تصررون الأهداف لا بد لا بد أن ترتدوا على كيف ستضمسون هذا الأهداف الآن يا سلام يا سلام ونحن الآن في مبيل نصف ساعة وخمس دقائق من تهايي الترنامج سوف أدخل معكم في موضوع جدا 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 جميل وموضوع جدا جدا رائع أنا وهو كيف أبني هيكل في برنامجي أو في دورتي وأذكر مفردات الموضوع بوضع هيكل للبرنامج التدليل يمكن استخدام أحد الأساريب التالية أنا حين أتكلم معكم مثلا حول موضوع لأقول الصلوات الخمس الصلوات الخمس وهذا أتكلم مع كلام لأقول المرحلة الانتجاهية في الصف الأول أو في الصف الثاني إلى آخر الزؤفة يكون مفردات البرنامج ما هي الصلوات ما مخترض الله علينا الصلوات كم ركعات الصلوات ما هي الصلوات التي تهدد في النهار وما هي الصلوات التي تهدد في الديت وكم عدد الركعات في الناخر هذه هي مفردات الموضوع أنا حين أتكروا الآن الموضوع أريدكم الآن سوف أقوم لكم بتوتيح سؤال بتوتيح سؤال محمد ليكم يقوم كل منكم الآن يقوم كل منكم الآن في عمل لو طلدت منكم أن تقوموا بإلقاء ترس لمدة ساعة معابرة لمدة ساعة حول حول موضوع يكون الموضوع الاتصال الفعال موضوع الاتصال الفعال الاتصال الفعال الاتصال الفعال لا الاتصال الفعال هو أيضا مهم بالوردة المشكلة الآن تكتبوني على الورقة على ورقة وليس على الشهاد وليس هنا تكتبوني على ورقة في دقيقتين ما هي مفردات موجود دورة الاتصال الفعال لا تستتكلمون عنها خلال ساعة تكتبوني على الورقة حيا كل واحد يكتب الآن بسرعات سرعات سرعات امتدئوا الآن اكتبوا على الورقة على ورقة وقلم تكتبوني ما هي مفردات دورة الاتصال الفعال يؤسكم من عقولكم بدون البحث حاجر كتب لنا كأنك تكتب لنا قطعة حول الاتصال الاتصال هو اساس حياةنا اليومية نعتمد عليه في ن Wise الاختار و زيبادة المشاهد ليس هذا ما كنت أقصده كنت أقصده مفردات الموضوع ما هي مفردات الموضوع الآن أسألكم جميعا يا كرام يا أفاضل يا كرام يا أفاضل الآن أسألكم سؤالة كيف كتبتم هذا الموضوع على الورقة كيف كتبتم هذا الموضوع على الورقة كيف كتبتموه هل كان بان كتبتم على شكل اه بالاسطر بالسطر الاول الموغض وهكذا كتبتمه بشكل متتاري؟ بشكل غير منظم الفطور ولا بعضها على شكل نقاط. نقاط تعطبه. اكيد. اكيد. جميل. هذه الاشهاد هي النقطة التي ينبغي علينا اه خلال الموضوع الان سوف اتحدث معكم حول هذه النقطة. انتم في الغارب مارستم اسلوب الذي نسميها الان الاسلوب الخطي. الاسلوب الخطي. هذا الذي ذكرتموه. انا لن اكتبه على الورقة ولكن كتبته اه على شكل نقاط. كتبته بكتبة. انا لن اكتبه على الورقة ولكن لو كتبته. اه لو كتبته بكتبه على شكل نقاط. اذا تقول هذا الشيء. نعم. هو هذا الاسلوب الخطي الذي ذكرناه مثل هذا. هنا سازكر لكم. في الان. هذه اسلوب الخطي الذي نسميها الان هو عبارة فلو شارت. اوكي جديد جدا تقدر ذلك. شكرا لكم. اه. اوه. جنات عندك تمتلي الموقوع على شكل عدف. لا لم اكون اقصد العدف الان. انا اختردت من كتابة ما هي المحتويات للبرنامج. هذا كان قصدي من البرنامج. اه. لم نطلب منكم الاهداف. اه. يتبه الرائعة جنات. دونس. الرائعة. اه. يقوم اه على كتابة عناصر الاسلية الموقوع وعناصر متبرنة على شكل خطي وعناصر مرقبة. واحد فيه ثلاثة اربعة واحد فيه ثلاثة اربعة. واذا معنا فاعد معناها من فرعينها. هذا الاسلوب هو الاسلوب الذي في ذلك يستخدمه معظم الناس. ولكن هل هذا الاسلوب جيد? وهل هو مناسب? وهل هو مجدد? وهل هو محفز او وراها هذه النقطة التي اريد ان نفكر في اخواني الكرام اخواتي الكريمة. هو اسلوب احيانا حتى يلسينا. انا لو لو كتبتم مفردات في ورقة ثم دعبت الورق المحاضرة وفجأة باعت الورقة. احيانا قد اجب اسلوب في تذكر من الذي كتبتم. هو اسلوب تقليدي مئة في المئة. هذا الاسلوب نستخدمه. اذا اخواني الكرام هذا هو الاسلوب الخطي الذي ذكرناه سابقا. اننا لدينا الاسلوب الخطي. لدينا العصف الظهني. الان. العصف الظهني اخواني الكرام هو اسلوب ايضا رائع وجميل. سوف اتحدث عنه الان. العصف الظهني اه هو عبارة عن اتواق لسيل الافكار بدون توقف فعلا. احسنتي هيبة الرحمن. يا سلام يا محمد فاضل احسنتم. اذا لديكم هذه المعلومة. الان لو قلت لكم اذكروا لي اذكروا لي اه عشر استخدامات للقلم. بسرعة بسرعة عمد تفكير. لنا لا استخدم القلم. عشر استخدامات للقلم. كل واحد يكتب كل ما يخطر برأسه. الكتابة. الكتابة الكتابة. وماذا 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 وماذا. هي اسرع الرسم. وماذا ايضا. التوقيع. حق الرأس. التفكير. الكتابة. النقش. التلوين. الفن. ماذا ايضا. الانضاع. التصطير. وماذا ايضا. شرب العصير من خلال الكلام. اوكي. ايضا. الضرب. احسنت يا اخي العمروي. الاشارة على السبورة. اه. الشعر او الشعر. الاهداء. يا سلام. يا هاجر. الشخبط على الهائط. اوكي. جميل. محمد صديق. الاشارة. اماني. ممتاز. احسنتم. وماذا ايضا. استخدامات للقلم. الخط. يا سلام. اوكي. جميل. وماذا ايضا. هل توقف تعاصفة افكاركم. يا للهول. استخدامه في لوحة ثانية يكون من كوناتها. جميل. احسنت يا جهان. وماذا ايضا. اوكي. اعطيكم سؤال اخر. اريد كيف احصل على اه. عشرة الاف دولار. اعطوني الشخبط للنوخز للدعاية. اريد عشرة الاف دولار. اعطوني وسائل للحصول على عشرة الاف دولار. الان السؤال وما هو. كيف احصل على عشرة الاف دولار. البيع. العمل. التجارة على النفط. العمل. اه. العمل وقت اضافي. التجارة. الاهداء. اه. منزل عشرة الاف دولار. ورفع من الاقارب. توفير. استجار. اه. استدامة. بورصة. كراء. جميل. تقصد الانجار ايضا. الكراء. في المغرب. جميل. هذا العبارة. ابتكار الات. اختراع. جميل. مشروع. مشاركة في المسافقة. فوز. اه. ابتراع. الشهالة استثمار. اقامة دورات. يا سلام. تأليف كتاب. احسنت. يا دكتور تامر. فوركس. مهندس. تامر. اذا لدينا تامر. ما شاء يكمل افكار الراعة التي اجئتم بها من خلال الكتابة. بدون تفكير. السلق احسنت يا منزمل. جميل. السطوة على ذلك. احسنت. عمل برنامج تعليمي لدار. يا سلام. الاكتار من الاستغبار. احسنت. يا سلام. هذه الاشياء التي اسميها انا عصب ذهني. شعلا. حين انا كنت اقول من سيذكر النصب. من سيذكر هذه الاشياء. العصب الذهني انا اذكر كل ما يعقل وما لا يعقل من الاشياء ومن الوسائل ومن الافكار. اترك لعقل المجال بدون توقف في الانجابة. الهاكرز على بنك. اوكي جميل. اذا هذه ما قمتم به الان هو عبارة عن عصب ذهني. عصب الذهني يستخدم في حد المشاكل. العصب الذهني يستخدم في تحديد الادوات والوسائل لتجاوز مهمة او مشكلة او احيانا لتحقيق عدف. هذه جميل جدا العصب الذهني هو من قواعد فعلا عدم رفض. اي فكرة. لا تسأل. لا ما يصلحش نسرق حرام. لا النصب حرام لا. هنا اذكر كل ما يمكن. بالان كان واحد لو قال منكم التمثيل عن كامسة عن ذهب. السفر الى اه الجلوس مع الاغنياء الاقتراب منهم سرقة احد الاغنياء عملية نصب التمثيل. ما ذكرش احد منكم كذلك الشهد في المساجد او في الشارع والشهد ان يكون الانسان يتسول. هذه من الاشياء. حتى لو كانت غير منطقية. حتى لو كانت مخالفة الاخلاق. حتى لو كانت كل شيء. لكن المرحلة التي تليه هذا العصب الذهني. سوف نقوم بعملية غربلة. وعملية تنقيح. وعملية تنقي عقلية. وتنقي شرعية. وتنحيص للانجابات. ثم نفرزها على مجموعات. ونستبعد الذي ينافل الاخلاق والذي يكون غير منطقي. والذي يكون اه استحالة لتنفيذه وما الى ذلك. هذا العصب الذهني جميل. بالان كان حين اذكره الان. نستخدم احيانا تعرفون قصاصات الاوراق اللاصر. حينما نذكر موضوع تدريبي. حينما اذكر الان اسلوب اه هيكل موضوعات. كما قلتم انتم في موضوع الاتصال الفعال. قلتم اه تعريف الاتصال الفعال. اه عناصر الاتصال الفعال. وسائل الاتصال الفعال. اه كيف يكون الاتصال ناشحا. كيف انجح في تجاوز العوائق. اه وهكذا. هذه المفردات. بيمكن ان استخدم. بدل الكتابة على الورقة. بدل الكتابة للموضوع على الورقة. اخذ بالدفتر القصاصات الملونة. وكل فكرة اكتبها على الورقة. ثم اعلقها على السبورة على البورد على الجدار على اي مكان. متاح للتعليم. وهكذا. واي مفردة اكتبها ثم اعلقها. ثم بعد ذلك اقوم بفرض هذه الاوراق المكتوبة والقصاصات. وارتبها ترتيبا موضوعيا. او حسب مجموعات معينة. هذا من اسالي بحيث الموضوعات. الخرائط الدماغية او الخرائط الذهنية. هذا هو الموضوع الثاني لدينا. اذا دعونا نتكلم حول العصر الذهني. هو اسلوب فعال التفكير الابداعي. يدعم تدفق الافكار. ويكون من خلال اجراء التالي. اكتب عنوان الموضوع. اكتب كل فكرة تخطر على بالك. كل فكرة تخطر على بالك على قصاصة ورق. لا تقيم اي فكرة ولا تناقشها. استمر بدون توقف حتى تستنثر جميع الافكار. اه قم بفرض قصاصات الورق. وتصنيفها بحسب الافكار وضعها في مجموعات. قيم الافكار بحسب ما هو مهم واساسي وهي ثلاثة الافكار على نتيجاتها سبق. هذا هو العصر الذهني. الخرايط الذهنية فيقال ان الصورة اه اه ساوي الف كلمة. انا ساذكر لكم الان ما هي الخرايط الذهنية بشكل سريع. وهو فعلا لابو العقل او يسمى ملك العقل توني بوزان. هذا الرجل اه ممكن استدر مثالي تصنيف الافكار في مجموعات. هو لو كان التدريب على عرض الواقع كان ممكن جميل. مثلا لو استخدمنا في موضوع ماذا اقول اه 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 موضوع تربية الابناء. او موضوع مثلا اه ادارة المؤسسات. او ادارة الموارد البشرية. بان كان حين اكتب كل الافكار المتعلقة بالموضوع. سوف اقوم مثلا بمفهوم الموارد البشرية. وكل الاشياء المتعلقة بالموارد البشرية ساجمعها في مجموعة. ثم وظائف الموارد البشرية وكل ما يتعلق في الوظائف الموارد البشرية اذكرها في مجموعة. ثم اذكر مثلا اه 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 معام مدير الموارد البشرية واذكرها ايضا في مجموعة. ثم اتكلم حول اه مثلا اه اه العمليات التي تقوم بهال موارد البشرية و هكذا افرزования في المجموعات. ولكن في البداية سوف اذكر كل ما يمكن. في مثلا ايضا اه ما اقول اه في تربية الابناء. حين اذكر الواجبات واذكر الحقوق. سوف اذكر كل شيء حول موضوع تربية الابناء ثم افرز ما يتعلق بالوالد او الاب. ثم اتكلم ما يتعلق بالام. ثم اتكلم ما يتعلق بالآه الولد او الابن. ثم اذكر ما يتعلق بالبيئة والمجتمع والمدرسة ثم عكدا تكون لهذا بالنسبة للعصف الذيني وليس للخرائط الذينية بارك الله فيكم اوكي الان دعوني انسكن الى الخرائط الذينية اكبر استخدامات للكوب للشرب ما هي الاشياء التي نستخدمها للكوب طريقة رسم الافكار تصميم العمل في ادرع لماذا نستخدم الاكواب للشرب وماذا وماذا ايضا نضع في الورد للزينة نتركه فارغا هكذا فقط للقياس لوضع الاقلاق للعصير وماذا ايضا للشموع يا سلام وماذا ايضا سوف تذكرون لي العديد والعديد من الاشياء حول استخدامات الكوب هذا شيء ممتاز وجميل ورائع هذه استخدامات الكوب بالامكان ان تكون متعددة اخواني مارك الله فيكم اذا هي بالامكان ان تكون متعددة استخدامات الكوب سوف نحصل على اجابات كبيرة لتنشين للتصويب احسنتم فعلا هذه استخدامات الكوب اوكي الان سوف اسألكم اكبر عدد من استخدامات الممكنة بموتور المروحة الموتور المستخدم في المروحة ما هي اكبر عدد من استخدامات الممكنة للموتور ها في التهوية في المروحة التهوية اوكي التجفيف في اللعب مكنسة التبريد هو في الغالب الان انتم بتكرروا الاجابات للنفخ الاجابات بتكون محدودة جدا وتدور حول استخدامه كموتور لجهاز اخر في الغالب بعضكم بيقول الان ايش هو الموتور اصلا ما هو الموتور اصلا هو في الحقيقة هو حنتكلم جهدي الطريقة فالموتور اخواني الكرام نفس القصة احنا لما نتكلم حول المخ البشري في الغالب احنا معلوماتنا حول المخ البشري في الغالب قد تكون مثل المعلومات حول الكوب او قد تكون ايضا في مثل المعلومات حول الموتور للبعض هنكون بهذه الطريقة معلوماتنا حول المخ البشري الخرائط الذهنية هي بتتكلم اصلا حول الخرائط الذهنية حول استخدامات العقل للخراج الذكينية السؤال الآن هل سبق أن نسيت شكل علبة دواء واستخدمته لفترة ونسيت الشكل وذكرت الاسم السؤال هل سبق أن نسيت شكل علبة دواء استخدمته لفترة ولكن تذكرت الاسم هو في الغارب إحنا بنذكر الشكل وننسى الاسم أليس كذلك إحنا بنذكر الشكل وننسى الاسم إذن الصورة هي التي نذكرها أكثر من الاسماء العقل يحب الصور ولا ينساها بسهولة والصورة كما يقال تعادل ألف كلمة هذه تجربة قاموا فيها في عام 1070 عرضوا 2650 صورة على متطوعين لهذا البرنامج وبعدين جابوا زادوا جابوا بعث بعث الكمية بدل 2650 جابوا 2650 زوج من الصور يعني ممكن نقول أكثر من 1350 صورة بعث الكمية الأولى وطالبوا من المتطوعين استخراج الصور إيش كانت النتيجة أحباب القرام نسبة الإجابات كانت الصحيحة ما بين 85 إلى 95 بالمئة من الإجابات السؤال الآن لديكم هل تستطيعون إدخال الدواهر إلى داخل المربعات للأشكال تدخلون المربعات الدواهر الخضراء إلى المربعات الحمراء هل ممكن هل ممكن إخواني أخواتي ممكن إزاي إزاي يا محمد صدي إزاي يا محمد التجربة إزاي يعني أخي العمراء والحسين بيقول لا مش ممكن تحرف الداءة مش عارف إزاي إيه معناها لو كانت أصغر حجما مسحتها صغيرة المربعات أنا ملاحظة كده هو في الحقيقة لا يمكن أن ندخل الدوائر إلى داخل المربعات والسبب أنه المكان هذا غير مهيئ لإستقبال هذه الأشكال لا يمكن أن ندخل الدائرة هذه الكليرة في داخل هذا المربع الصغير هو غير ممكن كذلك أحيانا أثناء الجراسة نكون بإدخال معلومات العقل غير مهيئ لإستقبالها وبالتالي ترى الطلاب أثناء مذاكرة في الجامعة أو أثناء مذاكرة في الاختبارات هو بيذاكر بالليل الساعة 12 ونص الساعة واحدة بالليل والعقل في طاقة متدنية جدا ومرهق وأيضا الجو الليلي بيأثر على العقل وفيه خلال دماغ نايمة وتحتاج لنوم وهو صاحبنا قاعد يذاكر فبالتالي لما يرجع في قاعدة الاختبار يريد أن يستعيد الأجوبة هو لا يستطيع أن يستعيد الأجوبة والسبب أن الجو والعيئة للشخص هذا هو بيكون غير نفس الغيئة سواء فيسيولوجيا أو سيكولوجيا يعني بشكل نفسيا وجسديا غير معيئ الحالة التي ذكرنا فيها غير الحالة التي نستعيد فيها المعلومات فهنا العقل كما يشبه هو مش عبارة عن أرفف نوضع فيه المكتبة ولكن الخلية العصبية كما يتكلم عنها بهذا الشكل ومن شكل الخلية العصبية جاءت تكرة الخرائف الذهنية الخرائف الذهنية إخواني أخواتي الكرام الأحبة ناهلة كيف مثلنا الآن الآن كل واحد منكم في مكانه اقرأوا لي ألوان الكلمات وليس الأشكال اقرأوا لي الألوان عفوا وليس الكلمات اقرأوا لون الكلمة لون الكلمة وليس الكلمة بسرعة اقرأوها كلكم الآن كل واحد يقرأ اقرأوا اللون وليس الكلمة بسرعة بسرعة اقرأوا اللون وليس الكلمة لا تكتبوها لا تكتبوها اقرأوها قراءة وليس تكتبوها اقرأوها بارك الله فيكم اقرأوها قراءة وليس كتابة لا تكتبوها لا تكتبوا لا تكتبوا لا تكتبوا لماذا ضغتني ذين لماذا ضغتني ذين أوكي من ذنبه صحيح ما الذي يحدث ما الذي يحدث إخواني الكرام ما الذي يحدث فعلا تكون هناك لخبطة وتخطئون تريدون أن تقرأوا اللون ولكن العقل يسبقكم فيقرأوا الكلمة يقرأوا الكلمة هناك مشكلة والسبب أنه من فصوص الدماغ يريد أن يقرأ الكلمة والفص الآخر يريد يقرأ اللون ولكن لأننا متعودون على أننا نقرأ الكلمات وليس الألوان فبالتالي يسبق الفص الذي يقرأ الكلمات والمختص بالقراها ولا تكون هناك قدرة للعقل الذي يقرأ الألوان وهنا تكون مشكلة أغلبنا في التعامل خاصة للفصوص الإبداعية الموجودة في عقولنا الشريحة بتفتح بصعوبة أننا سيتحول الشريحة إلى صيغة جي بي جي وبالتالي هي بتفتح بصعوبة عموما هذه الخرائط الذهن هي هذه نماذج وما هي مميزات الخرائط الذهنية يتم بشكل واضح تحديد المركز المجتمع على الفكرة الأساسية تظهر جليا دريجة الأهمية النسبية لكل فكرة على حدى يتم إدراك العلاقات بين العناصر والأفكار نتيجة تقاربها واستصالها سيزيد فعية سرعة القدرة على الاسترجاع طبيعة تركيب الخرائط الدماغية تسمح بالإضافة المستقبلية وهكذا إلى آخر هذا الكلام النعاية المفتوحة للخرائط الدماغية تساعد على إيجاد هذه الروابط جديدة كلما كان هناك حاجة لها وبالتالي هذه هي ميزة الخرائط الذهنية أعود فأقول أعطيكم نماذج عن الخرائط الذهنية هذا نموذج للخرائط الذهنية وهو عبارة عن نموذج لبراين تريسي موجود في كتابه الخرائط الذهنية أنا نشرت مجموعة من الكتب هدية لكم الآن على موقع المجموعة في الفيسبوك أعطيتكم على الصفحة على المجموعة رابط لكتب لتوني بوزان ولأنتوني روبينز كمان هدية وهي مجموعة قيمة رائعة من الكتب هدية لكم أحباب الكرام وهدية متواضعة لكم بارك الله بكم هذا نموذج للخريط الذهنية انبروا وركزوا معي على الألوان لكل فرع أيضا ركزوا لي على الأشكال والرموز المستخدمة ركزوا لي على كل فرع ما هو اللون والتدرجات وكيف تكون الشكر لله سبحانه الكرام هذا واجب نحوكم هذه القواعد الذهبية لأخونا الدكتور منتصر الرغمان هو مشهور في عناد خرائط ذهنية عربية منتازة هو يذكر الآن كيف نحفظ القرآن وحفظ القرآن وضعها في خريطة ذهنية هنا ذكر القواعد الذهبية هنا ذكر تخيل النجاح هنا ذكر تقنية التنفس هنا ذكر التحقيق بالرسائل الإيجابية هنا ذكر أهمية فصفية الدماغ هنا ذكر تركيز النظر أو هيكلة السطحة القرآنية هذه الآن تشرح لك موضوع متكامل لو قاعدت تتكلم حول هذا الموضوع في أربع ساعات لكفاك لكفاك هذه الخريطة فقط أنتم الآن بمجرد ما تقولون القواعد الذهبية هناك الإخلاص اختيار وقت الحفظ اختيار مكان الحفظ التغني إكرار الآيات التغيير والرغبة القوية تركيز النظر ثم في تخير النجاح تذكرون بعد ثلاث سنوات أنا حافظ ولدي هنا صورة معبرة الاسترخاء استقايا التنفس بهدوء وهكذا تقنية التنفس البطيء كذا من الآن في وعي ثلاث مرات يونيا الدماء والقمة الفاعلية هذا الموضوع ملخص لكيف تحفظ القرآن في خريطة واحدة هنا خريطة ظهنية أيضا ستلاحظوها بالشكل والألوان وبشكل عام كذلك في الصور المحتوية والرموز ما هي عنماط الشخصيات في الاجتماعات هناك لدينا المشاغب غير المتعاون المعترض الإيجابي المتعالي المدعي العلم المنطوي ستجدون هؤلاء كثيرا حقيقة أنا أجد دائما في الدورات كثير من الذين يأتون يعني أنا بالنسبة لي أجد التحدي في أن هو تحدي وليست مشكلة أن هناك من يدعي العلم ويريد أن يذكر موضوع وهذا كيف تتعامل معه ستجدون لديكم متعالي من لا يشعر بالأهمية ستجدون أشخاص في الدورات الإيجابيين يتقاعدون معكم ستجدون غير متعاون لشخص وكيف يكون الأسلوب المناسب في خريطة واحدة أيضا ستجدون هذا الآن مثلا هذا الشكل قابلي أحد الإخوة الأفاضل أرسله لي في دورة سادقة مرحلة الإعداد والتطوير التي نقوم تدريبها لديكم اليوم هنا أهمية المرحلة التي ذكرناها ثم ذكر تحليل المشاركين العمل للخبرات الثقافة والخلفية الجنس الفهل العمرية سياغتت الهدف التدريب ما هي الهدف التدريبي وما هو أجزاء الهدف فعل ومعيار وشرط كذلك لدينا هيكل البرنامج السلوب خطي عصر ذهني خرايا الذهنية لوحات قصصية وذكر أيضا أنوال مقاييس الأدايا اختبار شفائي الدحابيري عملي هذا ملخص لمحاضرة اليوم إخواني الكرام محاضرة اليوم ملخصها في هذه الشريحة انظروا كيف ألخصت من خلال خارطة ذهنية لدي بعض الأشكال التي استخدمت هنا من أجل التذكير جميل جدا هذه الشريحة في التذكير هي جهد متواضع لأخ فاضل بارك الله فيك إذا الآن الخريطة الذهنية إخواني الكرام هناك مشكلة لا أدري ما هي لكن دعوني الآن بعد أن شرحت لكم الخرايطة الذهنية إخواني الكرام أنتم لديكم الكتاب الآن موجود لديكم لديكم ثلاثة كتب في الحقيقة وليس كتابا واحدا لديكم كتاب كيف ترسم خريطة خريطة العقل استخدام خريطة العقل في العمل ولديكم كتابا هناك ثلاثة كتب موجودة نعم نعم كل هذا موجود في الكتب ليس الذي عرضته الآن الخرايطة المعروضة الآن ستجدون مماذج أخرى ستجدون مماذج أخرى يقرأوها واستفيدوا منها موضوع الخرايطة الذهنية هي دورة أيضا تقدم ستجدون أنها في الإمكان أن تجهزوا من خلال هذه الكتب كله دورة الخرايطة الذهنية تقدمونها لطلبة الجامعات والطلبة التنوية والذين يدرسون الماجستير كذلك ولذين لديهم نحوزات علمية الخريطة الذهنية تساعده كثيرا على ترتيب المواضيع كما أنها تساعدك أيها المدرب على وضع خريطة لموضوعك الآن ذكرت لكم محاضرة اليوم وكيف فعلت لها خريطة ذهنية الآن المطلوب منكم إخواني اختراف أخواتي الكريمات أيها الأفاضل والفاضلات فالدريب العصفة الذهنية ذكرنا الأسلوب الرابع سوف نعود إلى الأسلوب الرابع ثم نعود إلى المطلوب الأسلوب الرابع هو اللوحات القصصية وهو لدينا هنا نموذج أسلوب جيد يساعد على التفكير على مستوى العنصر والأفكار المنبثقة منه وهو عبارة كهيكل الذي يسمى الهيكل التنظيم للشركات في الغالب يكون بهذا الطريق المدير هنا لدينا مدير الإدارة هنا أسلوب قصفة وهو يكون بهذا الشكل المدير الموجود أمامكم والموضح كل فرع وما يتفره منه وما إلى ذلك هذا بالإمكان أن يكون هيكل موضوع الآن نحن ذكرنا لكم إخواني الكرام أخوات الكريمات ذكرنا لكم أربعة أربعة أساليب أربعة أساليب لماذا؟ لدينا الأسلوب الخطي في عمل هيكل يا سلام جنات أحسنتي ممتازة حسنتنا النتائج ممتاز حقيقة هذه نقطة خاصة إذا كانت الصبورات التي تستخدم التلاشير لو لوّلنا فيها يكون جميل وإذا كانت صبورات التي هي تستخدم الميكر والأقلام فإيضا لو استخدمنا الألوان ورسمناها بدل الموضوع كيف نكتبه بشكل مميل ونطلب من الطلاب أن ينقله هذه أشياء حتى تنسى تنسى من قبل الطلاب ولا يستطيعون مراجعتها الآن لدينا أربعة أساليب لعمل موضوعات الدورة وأنا أعطيتكم الآن أيها الأفاضل والفاضلات أعطيتكم نموذج لدورة مثلا محاضرة اليوم هذا النموذج الذي استخدمناه هذا النموذج هذه خريطة ذهنية لمحاضرة اليوم خريطة ذهنية تشمل كل ما تكلمناه حوله اليوم المطلوب منكم بعد هذه الأربعة الأساليب التي استخدمناها أن تقدموا لنا عرضا تدريبيا لحيكل اليوم سوف تعطوني الدورة مفرداتها على شكل خريطة ذهنية وتختارون نموذج آخر هذه الأنشطة المطلوبة ثلاثة أهداف المطلوبة اليوم منكم التالي وللكرام ركزوا معي بارك الله فيكم أحسن الله إليكم عذرون على الإطالة المطلوب منكم الآن هو ما يلي ثلاثة أهداف ففق المعايرة العلمية وتكلمنا حوله تقديم عرض هيكل لموضوع مقترح تقترعه أم قد يكون مرتبط بالأهداف وقد لا يكون بنموذج بالخرائط الذهنية واحد وباستخدام نموذج آخر أنا سأنشر لكم رابطا تستطيعون منه تحميل برنامج عبر الكمبيوتر من خلال الكمبيوتر تستطيعون تصميم خريطة بهنية عبر الكمبيوتر ما رأيكم هل تريدون هذا البرنامج؟ أم تستخدمون اليد والألوان؟ بالإمكان هذا وبالإمكان هذا حتى المحاضرة القادمة أخته الذاتي إذن سوف أعطيكم هو البرنامج أنا سأعطيكم الآن الرابط لتوني بوزان موقع لتوني بوزان من خلاله تستطيعون سوف تسجلون هو التسجيل المجاني وينزل لكم برنامج اسمه تقريبا هذا البرنامج الآن أنشر لكم الرابط وتستطيعون تحميله هو قد يطلب منكم التسجيل سيطلب منكم بالتأكيد أم تسجلوا في موقع قموا بالتسجيل عبر الإيميل وسوف يعطيكم هذا هو الرابط بالإمكان عبر الـ Word فعلا عبر الـ PowerPoint أو الـ Word هذا هو الرابط هذا هو الرابط هو سيطلب منكم تحميل ثم منكم تسجيل وتؤكدون من خلال الإيميل ثم يعطيكم تسجيل هناك أيضا برنامج أنا سوف أعطيكم رابط أيضا برنامج آخر اللهم أصلي على محمد لا إله إلا الله اسم هذا البرنامج الأخت جهان هي هتنقل الموضوع هتنقل أنا هنشر على المجموعة هنشر لكم رابط تستطيعون إنزال برنامج هناك برنامجين حقيقة هناك أكثر من برنامج اسمه مايند ماب لا يحتاجه التسجيل ينزل على طول إذن جميل قم بتنزيله أنا خلطت بين هذا البرنامج برنامج في موقع آه أيوة نعم هذا هو البرنامج برين آه هو إسمه آه مايند مابيند ميت ايزي هذا البرنامج الذي يحتاج آه لأن تسجلوا خلاله هذا هو الرابط أوكي إذن هو ينزل الآن هذا تري ميند هو البرنامج الذي لديكم وهذا الآن الميند آه أومو هو سوف يساعدكم أيضا على كيف تصنعونها هناك مواقع تستطيعون عبر النت عبر النت سوف تستطيعون أن تصنموا برنامج دينية وتحفظونها على شكل صورة جي بي جي ومن ثم تكون لديكم تستخدمونها هناك برنامج أنا نزلته حقيقة حاولت رفعه على الفور شير هذا هو الرابط هذا رابط هل يمكن أنشر رابط به برنامج آخر بالإمكان أن تنشروا أخي الكريم هنا الأخت جهان هي ستنشر لكم الروابط بالإمكان على الصفحة أو الأخت ابتسام من الدعم الفني أو الإخوة محمود أو أمير الذين بالإمكان جميل هذا موقع آخر أيضا بإمكان برنامج ياسلامفيكبوزان.com أوكي شكرا لك جميل أخي محمد فاضل بارك الله فيك إذن إخواني الكرام اليوم نستطيع القول أننا أكملنا مرحلة تصميم مخرجات مرحلة التصميم كما ذكرنا في بداية أن مخرجات مرحلة التصميم هي عبارة عن مدخلات للمرحلة التي تليها عبارة عن مدخلات للمرحلة التي تليها مخرجاتنا اليوم أهداف التدريب إن شاء الله نكون استطعنا أن نصيغ الأهداف كيف نحدد اختبار الأداء وقياسه كيف نستطيع أن نصمن هيكل للبرنامج والتتابع الموضوعي كذلك أذكركم بأن أهداف البرنامج اليوم كانت كالتالي أهداف البرنامج اليوم تصميم أهداف التدريب بناء على المعايير ووثق الاحتياجة التدريبية المطلوبة قبل تصميم برنامج التدريبي تحديد وسائل وأشكال الكياس المطلوبة لتحصية الأهداف القدرة على تصميم برنامج يخاطب الشريحة المستهدفة هذه كانت أهدافه اليوم أسأل له سبحانه وتعالى أنكم قد وفقنا لمشاركتكم بالمعلومات التي تساعدكم على تصميم برنامج منفاس اليوم هي المرحلة الثانية أخذناها مرحلة التصميم أو التطوير التي من خلال هذه المرحلة نستطيع أن نتقدم شيئا فشيئا نحو تدريب أكثر احترافية وأكثر معيارية ولا نكون كمن يمتحن الشيء ولا يبقنه بإذن الله سبحانه وتعالى أخواني الكرام مع الأيام سوف تكونون أكثر احترافية أكثر إبداع ترجمة نانسي قنقر